اهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاهلي قطة احمر اهلا بيك وسلم اهلا بيك فارس واهلا بمشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الاهلي قطة احمر ان شاء الله حلقة تنال اعجاب حضرتكم ان شاء الله حلقة تنال اعجابكم لان حيكون فيها كثير من المواضيع كلام كتير موضوعات كتيرة ردود انتوا منتظرينها والاهم امور تخص النادي الاهلي ومباراته اللي كانت مع شباب بولزداد ونتيجة التعادل للبعض يعني عنده اراء مختلفة فيه وانا بشوف ان التباين منطقي ولكن لما بايس مباراة انا شخصيا بايسها على ظروفها مفيش حاجة جماعة اسمها النتيجة كده بعيدة او بمعزل عن معطياتها انا بشوف احيانا النادي الاهلي بيكون كسبان مباريات وانا بكون معاك وانا عشاش انا واسامة ما بكونش رادي وبيكون عندي زعل او بكون شايف ان رغم الفوز ولكن انا مش متطمن انبالح القصة مختلفة شوي ازاي القصة مختلفة خلونا نشوف ما قبل المباراة عشان نقدر نقايم النتيجة ما قبل المباراة انت عندك فريق خمسين يوم ما بيخدش اي مباراة اسمية رقم مفزع ايوة زي ما انت سمعت رقم مفزع في كرة القدم ان انت تدخل مش على حد تبداية دوري فانت على نفس النصق البدني والفني للمنافسين وتقول انا مش جاهز وهو مش جاهز وكنا دايما نسمع كده عندنا في مصر النغمة بتاعت وصلنا للاسبوع الاثناشر في الدوري يقولك لسه الفرق ما اكتسبتش حساسية المباراة الموضوع مختلف خالص ده بتلاقي فريق رجله في الملعب شاباب بوليس داد بيلعب في حالة بدنية وقياسات بدنية انت مستحيل تكون وصل لها في حالة فنية ان كانت ان كانت الاختلافات بتاعة قيمة الاسكواد والقيمة الفنية اكيد عمرك ما هتكون وصل لفريق واخد الاحساس واخد المعدل البدني والفني بتاع المباريات طيب ايه تاني انت مش فاحسن امورك اصلا لان عندك اه غيابات مهمة لعب زي بيرستاو ده انا بشوفه لعب تأثيره كبير جدا عندك محمد الشناوي وبيتحط مصطفى شبير في اختبار اه بره الارض في اه الجزائر امام جمهور هو شرس تشجيعيا عندك غيابات اه يعني صفقة زي وسامة ابو علي ماشي كويس في التدريبات فتقدر تقول انك تبدأ تستفيد منه غير غيابات لعبين اخرين ولكن انا عشان اكون واقعي انا رحت للعيبة ومنهم ديانجل ان احنا شفنا اكرم الاربع لعيبة اللي انت كنت ممكن تستخدمها كهدوات طيب يبقى اذا انت عندك خمسين يوم ما بتلعبش عندك غيابات مؤسرة فنيا وكمان اه المباراة خارج ارضك يعني حتى مش اسهل ظروف ممكنة انك بترجع على مباراة على ملعبك فالكار اللي هتروح عليك قليلة او ان الفريق هيكون بيطمع المنافس لك ان هو يخرج بالتعادل لأ انت حتى في الوضعية الفنية بتاعتك خارج الارض الظروف مختلفة فانا ما شوف انه وفقا للظروف دي كلها اه تعادل النادي الاهلي خارج الارض بالحالة الفنية اللي كمان كانت سيئة داخل الملعب يمكن اسوأ مما توقعت خصوصا لبعض اللاعبين عن المستوى الفردي انا حسيت ان احنا مش ما بنلعبش بقالنا خمسين يوم احنا بنلعبش بقالنا خمسين سنة فانا لما بقيس النتيجة بقيسها على معطياتها وفقا للمعطيات اللي انا شوفتها قبل المباراة لا اه كويس جدا انه خارجت بالتعادل اه تصدرت مجموعتك وحفظت على الصدارة ست نقاط هتروح لمدياما اللي انا في رأيي هو فريق اتكلمنا عني كويس ولكن مستقبل ثمن اهداف عدد كبير جدا هو في المركز الاخير في المجموعة باربع نقاط لو انت حتى في اسوأ الظروف حصلت على تعادل خارج الارض مع مدياما في غانا هترجع تلعب مع ينجي هنا على ملعبك فانا بشوف ان حظوظ النادي الاهلي في تصدر مجموعته مش في الصعود على المجموعة هي اكبر من اي اه سنة فاتت في نفس الوقت او في نفس عدد المباريات فانا بشوف يا اسامة النتيجة مقبولة جدا مقارنة بالظروف اللي ما قبل المباراة والمعطيات اللي متاحة بالنسبة لها مش عارف انت بتتفق معايا ولا بتخدرس كلنا وصلنا للنقطة دي وقلنا ان النقطة دي كانت ايجابية جدا برغم ان احنا عندنا تحفظات على الاداء ولكن انا هاخد من اخر جملة قالها فارس وقا فكرة ان انت تصدرك للمجموعة دي اسهل من مجموعات كتير وده هو الطبيعة الحقيقة احنا هنا جينا كنا صادقين جدا معاكم مش الناس اللي هتهول فكرة مجموعة وتعطيها اكبر من حجمك اول لما القرعة وصلتنا لهذه المجموعة قلنا ان المفترض المجموعة دي كنت تحسمها بدري وتتصدر بدري بشوف من وجهة نظري ان مشكلة او عدم التوفيق اللي كان ملازمك في مبارات شباب والزاز اللي كانت في القاهرة ممكن دي تكون النتيجة اللي تزعل اكتر من فكرة التعادل في الجزائر كان عنده غيابات يمكن نص الملعب كان فيه مشكلة واضحة جدا السلية كان بيعاني من شد وجه بعد اصابة طويلة او اجهاد في عضلة السمانة فبالتالي كانت دفع به اطول فترة ممكنة صعب اعتمدت على فكرة وجود اكرم توفيق لان ديانج عنده مشكلة نبيل كوكا نفس الامر فكانت الخيارات المتاحة في وسط الملعب ما كانتش كتير وكمان لما جيت بعد غياب واحنا قلنا دايما بنقلق من المباريات اللي بتيجي بعد توقف هل انت شايف اللعيبة دي هي ريسك ورهان يا اما تقدم مستوى جيد وتقول لا انا لسه في الفرما اللي انا ختمت بيها يا اما تلاقي لعيبة برا تماما مستواها يا اما لعيبة بتجي لها فرصة مرة واثنين وثلاثة وهو ده اقصى اللي ممكن تقدمه في النهاية تيجي تشوف مجمل النتيجة اللي انت وصلت اليها ان انت لم تقسر يا زي المباراة حفزت على الصدارة ووضعت صدارة المجموعة بين اقدام لعبيك انت وارد لو كنت تعرضت النتيجة السلبية هتبقى بتنتظر نتائج الفرق الاخرى مع بعضها لا انت هنا مش هتنتظر عندك ماتشين تفوز بيهم انت صدرت المجموعة والموضوع منتهي تماما كانت نتيجة باقي المواجهات للفرق الاخرى لكن مهم واحنا بنشوف السلبيات دي نبقى شايفين ايجابيات ويا فكرة بقى اللاعب اللي قادر انه هو يقدم لك على الاقل 70% من مستوى بعد ظروف وبعد متغيرات لا احنا شفنا مبارح تأكيد على مولد حارس كبير اسمه مصطفى شوبير بالتأكيد هنتكلم عنه لكن الاهم ايضا شفنا اتنين سنائي قلب الدفاع وياسر ابراهيم والرسالة اللي بيأكدها وبيوضحها للجميع لما جينا هنا وتكلمنا ومعظم البرامج والناس اللي كانت بتتابع المنتخب وتكلمت عن قايمة المنتخب واخترارات روي فيتوريا اشهدوا الحقيقة بياسر ابراهيم وكانوا مستغربين انه هو مستبعد ومع حالة المنتخب الدفاعية بنأكد لك ان ياسر ابراهيم بيؤكد ان هناك خلل فني كان موجود فهم افريق بعدم الاستعانة بياسر ابراهيم اللي قدمه بالامس ياسر ابراهيم بيرد على كل او بيرد الجميل لكل شخص او بيقول لكل شخص وصق في ان ياسر ابراهيم كان له المفترض ما كان في منتخب مصر كلعب اساسي انت كنت صح اللي كان غلط اللي استبعدك انت كنت صح لان قدم اداء مميز جدا هو غلط فكرة او اتنين فقط لغير مع لعيب مهم جدا قدم مباراة كبيرة جدا في شباب بلزداد محمد بالخير واحدة هي فقط لغير وده مقبول في تسعين ديئة تعالي لمحمد عبد المنعم اللي احنا هنا برضو طلعنا وكان عندنا بعض التحفظات في مستواف ام افريق لا قدم مباراة مختلفة تماما امتلك ثقة وقدرة على تمريرات كنت اتمنى بقى خط الوسط يتميز بدها وهي دي كانت المشكلة بالامس كان عندك مشكلة تداية وانت بتتفرج على المباراة ان انت ما عندكش ناس بتحرك ما بين الخطوط ما عندكش ناس بتستلم تحت ضغط ما عندكش ناس تقدر تعمل مراوغة وتمريره ثرو تضرب لك الافصاد الجيمي اللي كان بيلعب عليه باكيتة مدرب شاب بلزداد في شهود الاول تحديدا حصلت مرة مع سين الشحات عمل مراوغة لاثنين لعبين وده طاهر مع انفراد بالمرمى ولكن تطبعا تصرف طاهر الحقيقة بالامس كان صعب جدا وضيف بقى الجابهة طاهر كمان اكرم توفيق فكان عيب كبير جدا على محمد هاني وانا من وجهة نظري شايف ان الجابهة اليومنا كانت صعبة جدا وطاهر واكرم ساهموا بنزول المستوى كمان محمد هاني وكانت امور محتاجة ان انت تدفع بتغيرات بدري ولكن في النهاية عدينا من المباراة بتعادوا لفارس بشوف ان يمكن وسط الملعب كان لعيبي شباب الوزداد بيتحركوا بين الخطوط كويس جدا عندنا بين الخط الدفاع وخط الوسط كانوا بيستلموا بشكل كويس جدا احنا كنا مفتقدين ده في الخط الامامي باستثناء امام عشور ولما نازل محمد مجدي افشا كنت بشوف ان احنا عندنا مشكلة بفكرة الخروج بالقرى الوسط الملعب ده حقيقي يعني انا يمكن كنا بنتكلم قبل الماتش وقلتلك باكيتا مش المدرب اللي حيدافع وباكيتا راجل هو باكيتا طول عمره كده مدرب بياخد المبادرة بيلعب كرة استباقية رغم ان ده عرضوا في كتير جدا في تجارب ان هي ما تكملش وتروح لبعيد رغم ان انا بشوف ان هو من المدربين اللي عنده فنيات جيدة جدا وعنده جمل وبيقدر بادوات هي اقل من امكانات فرق تانية يطلع شكل حلو انا شايف فريق شباب بولوزداد فريق حقيقي جاك جدا ولكن الفكرة ان انت كمان كمان كنت سايد ساعدت ان افضل حاجة عنده تظهر ان هي فعلا مؤسرة وانا بشوف الحاجة الوحيدة اللي كانت من حظنا مبارح ومن سوق حظ شباب بولوزداد هي تفوق حراسة المرمى والاتنية السنتر باكس زي ما اسامة قال في اغلب الكرات ما دون ذلك انت كان عندك مشكلة جبيرة جدا عندك مشكلة اممكن انا عندي ديانج هو بحتة دايما بشوفها قيمة مضافة للنادي الاهلي بغض النظر عن اداء الفترات الاخيرة ولكن عزائي في الفترة اللي كان ديانجي فيها مش افضل حاجة وكلر بدأ يدي ان كوكا موجود وانا بشوف ان بعد ما حمدي فتحي خرج انت عندك ديانج يعني قيمة مضافة للفريق في وجود كوكا انا لا اقدر اقولك ان كوكا يلعب كوكا في الحتة دي فارق وكوكا في الحتة دي بقدراته البدنية وطبعا كامل العزاء يعني قبل كده وصلنا ده في والده ولكن كوكا لعب مختلف ولعب بيضيف لو كوكا مش موجود يا اسامة اكرم توفيق وانا مستغرة بمبارح من تعليقات كتير جدا من الناس بتقول اصل اكرم باكي مين لا يا جماعة اكرم مش باكي مين يعني مع احترامي اكرم مش باكي مين وهي وجهات نظر اللي شاف اكرم باكي مين انا بشوف ان اكرم اساسا في الاساس مع منتخب الولمبي والبداية اللي خلت اكرم تحس انه هو لاعب يقدر يروح لحتة بعيدة جدا لعب الثلاث رئيات في نص الملعب اللي بيدخل في التحامات السنائية اللعب اللي دايما عنده توقع كويس جدا لما صار هجمة المنافس فبيدخل يعمل التدخلات او ما يعرف بالاعتراضات في كرة القدم دا كان راس ما الاكرم انما انا اكرم لما بنقله باكي مين لا يعني اكرم باخد منه كام مثلا ممكن اخد منه كام على مدار الموسم كام هدف يصنعه قدرات دفاعية بيكون فيها خشونة شوية وارتكاب اخطاء فانا مستني اكرم الدين في الحتة دي فالناس ما تقولش عسامة لا اصلا اكرم باكي مين هقولك الناس قالت ليه لان الناس اعتمرت على فترة تقلق اكرم مع بيت سمسيماني في بعض المبارات وتحديدا كاس العالم انداء وهنا دي رسالة الاكرم لان اكرم من اللعيبة المميزة جدا 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 اللي تضيف لاي سكواد ومكانه في النادي الاهلي مكان مهم جدا ولكن الناس شافت اكرم بنفسه وهو بيقول انا مش عاوز العب وسط المنع ودي النقطة اللي لازم اكرم يحسمها مع نفسه بمعنى ايه؟ المفترض ان احنا حطينك اللعب الشروكر اللعب اللي لما نحطك بكرايت عارفين ان انت هتطلع اقصى قدراتك في المكان ده لما نحطك خط وسط هنعرفين ان انت هتطلع اقصى قدراتك في المكان ده بس ده مرتبطة بايه؟ ان انت تغزي عقلك انت كلاعب ان انا يلعب وسط الملعب لكن لما طلع وقال انا مش عايز العب في وسط الملعب دي مشكلة داخلية لابد ان يتخطى اكرم نفسه لان ما اكرم تلعب فعلا اعلن النقطة دي فانا وقفت عند النقطة دي وقولت لا يعني انا شايف اكرم لعيب جوكر يلعب في اي مكان شايف كمان عنده القوة اللي تؤهله انه يلعب في وسط الملعب ويكون اضافة مهمة جدا ويروح منتخب مصر كمان من وسط الملعب فانا اتمنى اكرم يعدي دي واتمنى نشوف مستوى اكرم اللي احنا اعتدنا عليه ربما ان انت ببعض الوقت تكون غير موفق ده بيحصل ولكن انت بس شغل ده في فكرة ان انت ما تلعبش لو انا مش بك رايت فانا بلعب في مكان غير مكاني لا اعتبر ان انت حاليا لعب وسط ملعب لو غزيت عقلك بالشكل ده وتعاملت مع الشكل ده والوضعية الحالية خاصة ان انت عندك ايمان كبير جدا بفكرة ان انت كل لقى بيجي الوقت وبيكون متقلق فيه انت تقدر تتقلق في هذا المركز لان المركز بك رايت بعليه منافسة شرسة جدا اذا بنتكلم النهاردة افريقيا عمر كمال عبد الواحد مش موجود انت بتكلم محليا محمد هاني عمر كمال عبد الواحد والاتنين كانوا تمتخب مصر البطول الاخيرة فبالتالي طب انا عايزة استفيد منك اه لو ريب كولر كرر انت لعب بك رايت خلاص خير وبرك لكن كرر انت تلعب خط وسط لازم انت تكون عندك استعداد نفسي للاداء ده لان اللي شفناه كان كان اداء مش في افضل حالاته فارس كان الفريق كله بعيد بشكل كبير يعني بدأ السلاسي الخلفي مصطفى شبير منعم ياسر ابراهيم شوية امام عشور في بعض التمريرات شوية لما نزل الافشة علي معلول الى حد ما بدأ الشوت التاني يتحرك مدونة ذلك كالفرقة بعيد بشكل كبير جدا وهناقول ان ده اول مبارا بعد غيال بس عشان نكون وقعين يا جماعة معاكم انا بشوف ان في بعض اللاعبين لازم تدي اكتر من كده ولازم تشتغل على نفسها اكتر من كده لان انت بتلعب في النادي الاهلي انت لاعب في النادي الاهلي بينفسك في كل مركز لعيبة كتير جدا لعيبة دوليين لعيبة مؤسرين فلو الناس حست ان ده المية في المية اللي عندك هتبقى مشكلة لو الناس حست ان ده اكتر حاجة انت ممكن تقدمها هتبقى مشكلة وده رسالة عامة يعني اعتقد انا مش محتاجة اقف عند اسماء يمكن احنا هنا تناولنا اكرم مش تقليلا منه ده بالعكس عشان احنا ناس قيمته الفنية بالنسبال من اكتر الناس اللي بدت اكرم فانت صعبان عليك ان اكرم الناس تبقى بعد المباراة شايفة انه هو ما كانش في مستوى او مش ده المنتظر منه ولكن فيه بقى لعبين اخرين محتاج تتعب محتاج تثبت ان انت تستحق تلعب في النادي الاهلي ما ينفعش لما تيجي ترجع كده لما سرتك مع النادي الاهلي تفتكر مباراة او مباراتين ده مش لعب النادي الاهلي لعب النادي الاهلي هو لازم لما ييجي ترجع له تقول لعب النادي الاهلي ده كان خلال الموسم بيسان في كام هدف بيصنع كام هدف بيسجل كام هدف وتحس ان ارقام فعلا طليق بان انت بتلعب في النادي الاهلي فدي رسالة للاعبين اعتقد في بعض اللاعبين محتاج يدي اكتر من كده بكتير جدا خصوصا ان هما خدوا الفرصة كتير خدوا الفرصة كتير عندك لعب زي كريستو لعب يعني اي حد تفرج عليه عارف ان ده لعب يقدر يروح لبعيد جدا ومع ذلك كولر كان في وقت ملاواد شايف ان هو محتاج يشتغل على نفسه بشكل من الاشكال عشان ياخد فرصة طب في لعبين خدوا فرصة كبيرة جدا وانا بشوف ان هي كبيرة لدرجة يعني قد تكون كنت محتاج تدي رسالة ان لا في حد تاني ممكن ياخد ولكن الاسوأ من ده مش ان ان انت تاخد فرصة ان انت كمان ما بتستغلش الفرصة دي خاصة انا فرس في نقطة الفرصة دي يعني لما بتشوف نمازج خادت فرصة قليلة وتيجي تشوف مثلا احمد نبيل كوكا اللي بقاله 3 سنين كلما بياخد فرصة بيقدي فتيجي تجيله مباراة مباراة ممكن تقضي على اي لعب في التوقيت ده اللي انت بتلعب مع تحاج جدا السعودي وضغوط ما قبل المباراة وجمهارية بشكل كبير جدا فتلاقيه زي زي الدهب بالزبط مع الضغط انصهر فانا عايز اللاعب اللي هو اللاعب اللي يبقى عارف ان هو هيلعب تحت الضغط وهيلعب تحت انتقادات جامهرية لو ما قدمش افضل حاجة وهيلعب تحت ممكن يكون منافسة مش بس شرسة لا ده انت بتنافس محترفين وبتنافس محليين بيلعبوا مع منتخب مصر فدي نقطة لازم 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 لما تجيلك مباراة تتمسك بالمباراة دي ان انا المباراة دي اللي هتخليني اساسي في الملعب مو احمد نبيل كوكا لما جاله التحق جدا احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه برغم ديانجي وقيمة ديانجي الفنية ولعب محترف بنقول لو ديانجي موجود مع مروان عطية مع امام عشور انا متطمن لوص الملعب مين اللي خلانا نقول الجملة دي مستوى احمد نبيل كوكا وبالتالي انت الفرصة مش محتاجة سنين ولا محتاجة عدد مباراة بقدر ما هي محتاجة انت تكون مستعد لها ده حقيقة اسامة ومتفق معاك اتمنى ان اعتقد يعني الجمهور كله متفق معانا على ده لان انت حتلاقي دي كانت لسان حال الناس مبارح في بعض الامور يا جماعة اللي لا تقبل الاختلاف كان عندنا كلام وتصرحات مهمة لمستر مارسل كولر بعد المباراة خلال المؤتمر الصحفي اكيد لازم نروح نشوفها ونرجع نعقل اعتقد كانت مباراة صعبة كان هناك فرص من كلا الفريقين اعتقد كان عندنا بعض المشاكل في ايجاد الرتم بتاعنا لان احنا متوقفين عن اللعب الرسمي بان حوالي 6 اسابيع اللعيبة الدولية او اللعيبة المنتخبات جاءت الفريق متأخر فحتى لم نقم باي مباريات حتى ودية مع اللعيبة الدولية وبالتالي ده اثر علينا وعلى شكل الفريق في المقابل الشباب والزداد بيلعب في المنافسات الدوري بيقدر عنده رتم اكتر وده بين النهاردة ان هما كانوا فريق قوي جدا فريق يستحق الاحترام وكان اداءهم جيد جدا اليوم ولكن عدم موجود رتم لنا وعدم موجود فترة طويلة 6 اسابيع عدم موجود ملتشاة رسمية اثر علينا كتير وعشان كده احنا نعتبر راضيين عن النقطة اليوم متبقي مباراتين في المجموعة اكيد هدفنا كنادي اهلي ان احنا نفوز بالمباراتين ونتأهل كأول المجموعة لكن عارفين ان المهمة ليست سهلة الاسبوع القادم عندنا مباراة خارج الديار مباراة صعبة جدا في اجواء صعبة احنا كمان متأخرين في عملية الرتم ان الفريق يحصل على الرتم تابعه بسبب قلة الموطشات ما عندناش موطشات من اليوم لغاية الاسبوع القادم موطشات رسمية وبالتالي ما عندناش غير التدريب نحاول ان احنا نجهز الفريق بقى اسرع وقت ممكن ان هو الاسبوع القادم يبقى جاهز الموجهة الصعبة وعندنا مباراة في النهاية على ارضنا ستبقى مباراة كنهائي للمجموعة لكن هنحاول نعمل اقصى ما واسعنا ان احنا نتأهل اول مجموعة كما اعتدد النادي الاهل يمكن كلام مستر مارس الكولر عشان ما نكررش كلامنا هو اللي احنا قلناه في بداية الحلقة عن فكرة الجاهزية الفنية وتأثير ده ويمكن يا جماعة احنا مرينا باختبار زي ده كان مستر مارس الكولر في كلام وبعد مباراة اتحاد العاصمة كان شايف ان مش طبيعي ان النادي الاهل يقدم مباراة بالشكل ده تاني لان كان الالتحامات الصناعية وحاجات حتى هو تكلم عليها وقتها كلها اغلبها بيفوز بيها اتحاد العاصمة المعدل البدني الجاهزية الفنية فكان مستر مارس الكولر شايف ان كان فيه جاب ملوش علاقة زي ما قلتلكه في البداية بالقيمة الفنية او شباب بالازداد ولكن يا جماعة كل حاجة لا يزرفها وكل مباراة لا يزرفها ده اللي اتكلم فيه مستر مارس الكولر واسقاطه كمان ان حتى الناس هتيجي تقول اصل انت لعبت مع الاخدود لعبت مع كذا القصة مختلفة يا جماعة النادي الاهلي عنده لعبين كنا بنتكلم في اكتر من عشر لعبين موجود مع المنتخبات المختلفة اللي هم طبيعي قوامك الاساسي فانت بتتكلم عن ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد عيني ادي الاربعة اللي وراء قدامهم مروان عطية وامام عشور ادي الاثنين اللي قدامهم فانت بتتكلم في حالة الفريق اساسا ما هو ده البلد دب في الكورة وهو ده بناء الهجمة وهو ده اللي الناس بتتكلم عليه فكرة الانسجام وان اللعيبة جوه بعض في الملعب لقيين بعض فكل ده ما كانش موجود لان انت ما لعبتش اي مباراة تحضرية بالمجموعة اللي خاضت مباراة شباب بوليزداد فزي ما بنقول هي نتيجة جيدة وفقا للظروف اللي مرينا بيها ولكن المهم ان الاداء ده ما يتكررش في مباراة ميديامة لان مش كل مرة هيكون عندك التوفيق ان انت فريق يروح باكتر من 14 محاولة على مرماك وما ينجحش يسجل لأ ورقم 14 محاولة على مرماك الاداء ده رقم كبير الحقيقة يعني خلص مباراة عدت يمكن مرسل كولر حتى قبل المباراة اللاعب كده ميند جيم مع لعبي بقى يعني عايز اقول مع لعبي الاداء لما حرق لهم كل الشماعات وقال انا ما عنديش مشكلة من الاصابات ما عنديش مشكلة من الجاهزية الفنية ما عنديش مشكلة حتى من الجاهزية البدنية لللاعبين فكان بيواجه رسالة كنا نتمنى ان ده يحصل على ارض الملعب لان رجعنا بعد اللقاء او بعد المباراة تحدثنا بقى عن فكرة المباراة الرسمية اللي غايبين عنها بقالنا 50 يوم ورجعنا لبعض من هذه الشماعات نتمنى ان شاء الله امام ميدياما يكون الفوز حليف النادي الاهلي عشان تحسم صدارة المجموعة ان شاء الله امام يانج افريكانز لكن من ضمن الحاجات اللي كان مهم جدا جدا بالنسبة لينا كجماهير النادي الاهلي حديث الساعة بعد اصابة كابتن محمد الشناوي وطبعا دي اصابة طبعا يعني اتهز اي فريق فنيا لان مش بكلامنا ده بالواقع محمد الشناوي افضل لاعب لاعب داخل قارة افريقيا 2022 لاعب افضل حارس ضمن افضل ثلاث حراس في قارة افريقيا بمحترفين افريقيا مع ياسيم بونو كان هو متواجد في منافسة معه لكن ياسيم بونو هو اللي حصل عليها وقنانا طبعا حارس مرمى منشستر يونيتد وبالتالي ده مش كلامنا مش حد اهلاوي او حد بيتكلم بالعاطفة لا ده حد بيكلمك بمعايير وبمقاييس وباختيارات فنية فلما تيجي اصابة بالتأكيد لازم الملف ده يهزك ده ما كانش قلة ثقة في مصطفى شبير بالعكس ده كان محاولة ان انت ما تحطش ضغوط ازيد من اللازم على مصطفى شبير ومن هنا قاتى النادي الآلي بالزنفالي اللي بنتمنى له طبعا التوفيق في المباراة المحلية ويكون داعم لمركز حراسة المرمى لكن مصطفى شبير اللي وقف مباراة نهاية افراقيا امام الوداد واللي قدم مستوى ساهم بشكل كبير جدا جدا فانك تحسم البطولة وسط اجواء جمهيرية صعبة جدا على اي لاعب اي ان كان سنه بالمناسبة لان انت محطوطة مركز رأس الحربة ومركز حراسة المرمى دا محدش هيشيلك لو انت مش شايل نفسك محدش هيشيلك ليه؟ لان دول اكتر مركزين محتاجين لثقة لللاعب الموجود في المركز دا وانت حرس مرمى لو ثقتك في نفسك مهزوزة هتغلط هتوعف مشكلات كتير هتستقبل اهداف فهتلاقي غضب جمهيري كذلك مركز المهاجم لو انت ثقتك في نفسك مهزوزة مش هتسجل فبالتالي برضو انه يسجل عشان كده راهنا على مصطفى شبير برغم ما حدث في مباراة فيوتشار ان شخصية مصطفى شبير تؤاهله ان هو يكون حارس مرمى منتخب مصر في المستقبل ان شاء الله عشان كده مباراة الامس في ظل اجواء جمهيرية مختلفة بتلعب امام جمهير اندية جزائرية وطبعا كلكم عارفين يعني ايه اندية جزائرية فطلع بكلينشيت وكان دا مهم جدا هنسمع مصطفى شبير قال ايه بعد المباراة عشان الكلام مهم وعندنا تعقب مهم بعد التصريحات مصطفى شبير بعد عدل نادي الاهلي مع شباب الازداد بالامس حافظت على شباك كان نظيفة وانت الذي عوضت شناوي الغائب عن هذه المباراة اولا كيف صف لنا كيف كانت مباراة اليوم امامها طبعا مباراة كبيرة قدام فريق كبير فريق مش سهل خالص ساعة ملعبه قدام جمهوره كلنا شايفين كوالة اللعبة اللي عندهم عاملين ازاي واحنا احترمنا الخصمه وكان نفسيا نحن نكسب احنا اي ماتش بننزله بننعب على المكسب بس الحمد لله وقبل اي حاجة عايزين بس عايز اتمنى لكابت محمد الشناوي الشفاء ان شاء الله العاجل ويرجع لنا بقى سلام واحسن من الاول ان شاء الله نعرف انه الاهل المسر لم ياخذ اي مباراة يعني رسمية قبل بطولة كاسوما من افريقيا هل ربما هذه النقطة كانت اثرت نوعا ما على تنافسية اللعب طبعا ريتم الماتشوت دائما مختلف عن التدريب انت في التدريب بتعلم الريتم على قد ما تقدر بتحاول تجارب ماتش بس احنا كان عندها لعبة كتير في المنتخب راجعين مجهدين وفي منهم لعبة كمان ما لعبتش فطبيعي ان انت ريتم الماتشوت لسه وطبيعي واحدة واحدة ان شاء الله يعني نقطة في الاول في الاخر طبعا تمينة قدام فريق كبير تاني في عرضه اللي هنتشرف انها نعم في الجزائر طبعا اخواتنا وشكاءنا الحمد لله انا بحب جدا مصطفى شبير هو بيتكلم بيديك احساس بشخصية عندها نطج شوية فانها تقدر تتكلم بشكل كويس وتعبر عن ماذا ثقاتها بنفسها والاهم من كل ده ان في التوقيت اللي هو المفترض خارج به يكون منتشي بالنتجة اللي عملها بيذكر كابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي القالي وكابتنه وده شيء اجابي جدا ده اللي اعتدنا عليه في النادي القالي وكنا بنشوف فقندية اخرى بيكون صراعات حراس المرمى مع بعض يعني على وسائل التواصل الاجتماعي على العكس في النادي القالي ما تلاقيش الكلام ده تلاقي على وسائل التواصل الاجتماعي ان الشناوي بعد المباراة بيشيد بمصطفى شبير والنواقف في ظهر وبينزله صورة على انستا فتلاقي مصطفى شبير بيعمل منشن دي طبعا صورة كابتن محمد الشناوي مع مصطفى شبير اللي نزلها كابتن محمد شناوي على الانستا فيرد عليه مصطفى شبير ويعمل له منشن برضو في الصورة دي وده الروح اللي جوه النادي القالي اللي بيجيب بطولات مش السراعات اللي بيجيب بطولات ومش عاوز الجامهير تدخل القصة وعقده مقارنات بسرعة ولازم تبقى عارف كواس قوي لازم آه تتحمس لمصطفى شبير ولازم تدلو الثقة لأن ده دورك لكن خد بالك وقت ما هيغلط لازم تكون برضو عارف أن ده طبيعي لأن حارس المرمى معرض للخطب مفيش حارس مرمى في العالم لا يخطئ وبالتالي يبقى فيه هدوء في التعامل مع حارس أنا بشوفها فارس أنه مكسب لمنتخب مصر في المستقبل وبيأكد على هوية النادي الآلي في مركز حراس المرمى على بنظر التاريخ والأهم كمان أنه جاه في توقيت بثقة الفريق ما كانش شايله الفريق كان بره حالته الفنية فإذا هو متواجد في الحالة الفنية اللي شايلت وساعدت الفريق أنه يطلع بالنتيجة ده مهم جدا عشان كده حاخد من الكلام اللي أسامة بيقوله ده وفهمك يا قصة فين في مبلغات وانتوا بتبلغوا مصطفى شبير واللي لو كان غلت كنت أعطت لأ ما هو آه لما غلت إحنا بنهاجم هو فعلا مصطفى لما غلت في المباراة في يوتشور هاجمناه وانتقدناه وقلنا لأ كنت لعب السهل وكابتان أحمد شبير نفسه انتقده وعلى الهوى فأنت بتتكلم في فكرة ما هو فعلا لما بيغلط الناس بتانتقد وأنا عندي قاعدة كده خدها مني واضحة وصريحة أنا مش مدرسة كل الدعم أنا بدعم كجزء هو مفروض أن أنت تعمله ولكن مش اللي بيشيل أي لعب في النادي الأهلي هو الدعم واللي فهمك كده يبقى معرفش تاريخ النادي الأهلي اللي بيشيلك جوه ضغوط النادي الأهلي كبطولات ومباريات ومن الآخر كده مع معا مش هتشوف قدامك أفشة بمباراة القضية ومعلاش يعني أنا عايز أقول أفشة ده لو في نادي تاني كانت عمله تمثال ولا تحط على شعار النادي ونسألت لك كان دي عقليتها عشان كده بقولك قارن إحنا حنبقى بالنسبة لنا كرة القدم انتهت لو كنا كسبنا الأهلي في المباراة دي انت مش كده موقادرك وانت الأول أصلا وانت في المكانة دي عشان انت أساسا مش كده فبالهدف التاريخي ده أفشة نفسه بعدها اتعرض لانتقادات ثم مستوى جابه في الملعب ثم هو دس على نفسه كابتن محمد الشناوي الراجل اللي ضح ودى النادي الأهلي ورفض عروض ومن كباتن النادي الأهلي وأفضل حارس في إفريقيا بل أفضل لاعب على مستوى القارة كلها محليا في اليوم اللي كان بياخد فيك جائزة حضرتك كان بيتهاجم وبيتعرض لانتقاد عشان النادي الأهلي خسران في مباراة الكاس من الزمالي فإذا اللي حيشيلك في النادي الأهلي مستوىك آه طبعا الجمهور لازم يدعم ولازم يقف في اللحظات الصعبة ولكن قصدي مش انك ما تدعمش لو انت فهمت ده كلامي وبقى انت فهمته غلط أنا قصدي ان مهما الجمهور دعم لو انت مش شايل نفسك في الملعب صدقني الدعم ده حيبقى مباراة حيبقى مباراتين حيبقى ثلاثة بعد كده مش هيشيلك يبقى اللي بيشيلك في النادي الأهلي هو مستوىك فده اللي عمله مباراة 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 على مباراة الوداد خالص ولا ليس أنا بالنسبة لي ليس لها اي علاقة ليه لان رغم ان مصطفى شبير في مباراة الوداد وهو نهائي أفريقيا كان جيد ولكن مع احترامي في عوامل أخرى ساعدت مستر مارس الكولر انه يدفع ابو مصطفى وانه هو يكون عارف ان المباراة حتساعد وتشيل مصطفى نسبيا اللي هو ايه انت بتلعب على أرضك وجمهورك طريقة الوداد مش كرة استباقية مش هيجي في ملعبك في القهورة ويحاول يسجل عليك هدف واثنين ويبقى حطك من السنداون زي من الآخر عقلية مختلفة وطريقة لها من مختلف في عدد الكرات في حالتك الدفاعية اللي هتبقى في أفضل ما يكون في جاهزيتك الفنية ان انت عساسك كان رجلك في الملعب في كل المعطيات اللي تخليك المطش ده ممكن شو بيري يعد بيه المطش ده ممكن مصطفى شو بيري يعد بيه طب هل هي نفس الظروف لأ خالص مباراة شباب ملزداد يا جماعة يا مباراة مصطفى لقى نفسه في الملعب كده شيل نفسك مع نفسك فاللعب اتحط في ظرف فريم ما بيلعبش بقى له خمسين يوم اتحط في ظرف ان هو بيلعب خارج الارض مش في القاهرة زي مباراة الوداء اتحط ان هو قدام جمهورة شارس وشماريخ وكل ده اتحط في اهم ان حالة الفريق الفنية في الملعب سيئة بيروح عليك 14 محاولة منهم 5 محاولات على مرماك كل ده مصطفى شبير اتحط فيه عايزني ما اقولش ان هو كان كويس امبارح لا زي ما لما بيكون مش موفق بنقول زي ما امبارح لازم تقوله برافو لازم تقوله انت كنت قد الظرف اللي انت شلت فيه نفسك بل الاهم انت شلت فيه الفريق لان القصة مرتبطة بمعطيات امبارح افتح كل مواقع التحليل العالمية واكبر المواقع الاحصائية هتلاقي مصطفى شبير واخ التقييم بلاس 8 ده له رأي ولا رأي اسامة ولا رأي اللي بيحب او ما بيحبش مصطفى ده ارقام احصائية غالبا غالبا الحارس بيروح لبلاس 8 ده لو شارق للجزاء في المباراة ده غالبا الا لو عمل مباراست اثنائية لان في مركز حراسة المرمى بلاس 8 ده مش راقم مش ريتنج يعني بيتاخد كتير فهو راح لبلاس 8 ومشالش ضربات جزاء لانه عنده خمس تصديات ناجحة منهم اتنين من جوه البوكس من جوه السندوق فانت بتتكلم عن مباراة لأ جيدة نتمنى ان هي تكون بداية شوف كل اللي انا بقوله لك ده ولكن خد ما درست دايما حيشينه مستوى وانا بقولك لو جيه غلط اه الجمهور حيقول ان طبيعي بيغلط واحنا كإعلام حنقول مع جماعة انت مصطفى كان كذا ولازم تستحمله بس استحملتك مباراة فالنهاية مصطفى مطالب ان المباراة دي تكون بداية وتكون بداية مهمة جدا ان انا حافظ على ثبات واستمرارية المستوى وحافظ على ان انا الديت ده وانا بقول كده مصطفى لازم يسأل نفسه انا في الظروف دي في المباراة دي خارج الارض وفريقي مش جيد واتعرضت لكل الاختبارات دي وديت المستوى ده ليه اقل ما هو مش هيبقى فيه مبرر طالما انا الديت ده يبقى انا قادر قادر يبقى انا لازم احافظ على المستوى ده لابعد وقت ممكن وما يكونش استثناء يتحول لقاعدة ده مهم جدا انه هو نشوفه اما علاقة الشناوي بمصطفى شبير فانا بشوف ان هي علاقة طبيعية واي حد من بدرك اللازم يفهمها مصطفى شبير بينظر للشناوي مش انه هو حارس بينفسه وان كان بينفسه بقدراته داخل الملعب لان النادي الاهلي مش هتقف فيه حارس اساسي الا لو انت بتنافس ولكن هو بينظر فيه انه هو قائد انه هو كابتن انه هو ده اللعيب انه انا امشي على طريقه انه هو ده القدوة انه انا مش داخل في علاقة مهما تقلقت انه انا انسى ان ده بالنسبالي حتى لو جوه الملعب انا كنت جيد فهو يظل قائد يظل كابتن الفريق يظل شخص ملهم بالنسبالي وقضوة فدي علاقة جميلة جدا والشناوي بيرضها دايما انه هو بيرى في مصطفى شبير انه هو حارس يقدر يشيل يقدر يكون موجود ودي علاقة زي مؤسامة قال لكم هي شبه النادي الاهلي ودائما ما تجدها في النادي الاهلي هي دي ليه بتجيبه طولات بس انا عايز انا شايفك لا انا مش مدي مش مدي من مبارات الوداد النهائي حقها بشكل كويس الظروف مختلفة لا دي انا عايز اقول لك اصعب والله خلينا نتماقش معك في النقطة دي لان مبارات شباب بالزداد لو لقدر لك كان مصطفى اخفق اخفق في اي قرة كان المجموعة ممكن تشيلك انت لسه عندك تعويض مباراتين ومنهم مباراة على ارضك وحتى يكون عندك مبررات مع مستوى الفريق لكن مبارات الوداد بص بقى الظروف اللي انا حطها لك اللي انت ممكن ربما تقتنع بي انت خسران اخر نهائي كان قدام الوداد دي انا معاك في ده بزروف صعب بس دي ظروف المباراة عامة مش الظروف الفنية جوان ماشي بس انت عندك سبعين الف مشجع انت فجأة كده بتلعب في مدرجات خوايا وده مش مشكلة مصطفى ولا مشكلة تلاقي بتلعب وفجأة جيت لقيت نفسك في انهاء بطولة الغلطة فيها تفضل يعني طول العمر هتفضل طول العمر يعني غلطة الشاب والزادة هتعدي مجموعة تشيلك لكن غلطة في المباراة كانت ممكن تقضي على مستقبل المستقبل بس انا متفق معاك فيما يخص ظروف المباراة نفسها انت لا يمكن تقارن نهاية افريقيا بأي مباراة تانية لا انا بتكلم في الظروف الفنية جوه المباراة في حالة الفريق وانت اكيد عارف ان كان كلام مارس الكولر ان هزي المباراة لما الناس اتكلمت في المجاسفة بالشناوي ان هزي المباراة انا عايز الشيناوي يكون معايا هناك أوت في المباراة اللي هي اوي انا عايز الشيناوي يكون موجود معايا المباراة دي تستحمل تستحمل ان انا ما غامرش وفي وجود مصطفى شبير في عدد الكرات اللي عتروح عليه في الحالة ان انت بتلعب على قرضك وسته جمهورك مختلفة على المباراة تحت الوداء الخارج لا لا هي كانت مغامرة فارس مغامرة ان انت ممكن مش اي لعب يتحمل الضغط ده وكان ممكن اي مدير فني مكان كلر كان ممكن يلعب لو 70% جهازية الشناوي كان ممكن يلعب به لكن هو كان في النهاية ثقة كلر الاول في مصطفى ومصطفى ان هو قدر يتحمل الضغط لان انا كنت في الملعب انا كنت مشفق عليه خلينا نتفق على حاجة ظروف مباراة نفسيا مش هتقارن بحجم مباراة بتاعة نهاية افريق ولكن ظروف المباراة فنيا انا بشوف جوه احداث مباراة الوداد وارجع الارقام والكل حاجة جوه المباراة المباراة يعني كانت مساعدة مباراة انها امبارح لا مش مساعدة انت لو مش واقف فيها على رجل انت عندك انفراد للوداد قبل ما انت تسجل يعني لو لا تقلق مصطفى شبير في اللقطة دي البطولة كانت خلالت مصار مختلف تماما يوسيما انت بتتكلم في 14 محاولة على مرموك انت وان بجايله الكرة في نص السكس يار ده الكرة لو الراجل عادر رجله كده خلينا اقولك ان انت ممكن اتطفق معاه في نقطة ان احنا دايما بنحسب الخسائر هتوصلنا لفين ده حقيق لا خسائر مباراة الوداد كانت ممكن توصل مصطفى ان احنا ما نشوفوش النهاردة او مبارح امام شباب الوزداد اساسا ده حقيق فدي كانت صعوبة المباراة بتاعت الوداد لكن هو في النهاية اختبارين مر بيهم كان بينهم اختبار بيدينا رسالة ان خد بالك يا مصطفى انت عملت مباراة عظيمة جدا امام الوداد وتحملت عيب كبير جدا وقدرت اتصل بالنادل اهلي البر الامان والهدف اللي دقل مر بنا ما كانش خطأك على الاطلاق بل بالعكس انت شئلت اهداف كانت محققة لو كانت دخلت ما كانش حد هيقدر يلومك ولكن جينا في مباراة فيوتشر كان فيه هزة شوية مباراة شباب الوزداد هي دي بقى اللي تبقى المستوى بتاعك نهاية افريقيا شباب الوزداد ونبدأ نحط مباراة كبيرة في تاريخ حرس ان شاء الله يكون كبير تتكلم في المعادلات النفسية خلينا نقول معادلة مصطفى عارف ان هو مباراة مؤقتة داخليا وعارف ان اي حد عارف ان الشناوي بيجهز في المباراة تانية مؤقتة يا عمدا كانت ممكن تسمعه مباراة اخيرة ما انا بقولك هو عارف ان المباراة تانية الشناوي حلو فانا المباراة تانية بالنسبة للشناوي انا مركز في المباراة امبارح مصطفى مركز في المباراة مين ورا مصطفى مع احترامي حمزة علاء وكل الناس. بس مين ورا مصطفى؟ أنا ضهري الحيطة يا باشا. بس الجماهير أصدق؟ أنا واحد من الجماهير. كان ممكن أتقبل فكرة. لا يا غلطة نهاية ما بتتنسيش. فكرة أنه مصطفى يغلط في شاب بولوز داد. ويكمل ويصعد هنساها. لكن النهاية أفريقيا كانتبقى صعب عليه هو. هو أنه يتجاوزها لأنه تبقى الضغوط الجماهير. عشان كده هو ولد حارس كبير يا جماعة. ده كلام ملوش أي علاقة بمجاملة لكابتن أحمد شبير عشان البعض ما ياخدناش للسكة دي لأن البعض بياخد القصة دي لأن الحقيقة بقى وجود كابتن أحمد شبير يعني والد مصطفى شبير ده بيحط ضغط على مصطفى شبير مش بيرفع ضغط عنه لأن الناس دايماً بتبص لأي حد ابن لعب كبير أو لعب سابق بتبدأ تبص هو ووصل للمكانة دي إزاي ويبدأ يتحطي الضغط فالغلطة يتقولك لا أصل ده أبناء عاملين لا مصطفى شخصية من وجهة نظ وأداء داخل أرض الملعب نتمنى يكمل على ده مكسب كبير لحراسة مرمى نادل آلي طبعاً مع زملاء ومع كابتن محمد شيناء وبتمنى أيضاً الزنفلي النواء يكون بقى عندك الزنفالي ماشي يكون عندك الزنفالي يعني المساحة يلعب مباراة أيضاً محلية عشان نطمئن على حراسة المرمى عندنا بقى إيه مباريات أو ترتيب المجموعة الآلي قلنا زي ما قلنا حافظ على الصدارة وده شيء إيجابي جداً نتمنى يكمل كده لنهاية المجموعة آه وعندنا أيضاً المباراة القادمة بقى النادي الآلي هيلعب مع ميدياما خارج ملعبه مهم جداً والتوقيت طبعاً انت راح لميدياما طبعاً احنا يا جماعة النادي الآلي ليس معندوش أي مباراة محلية ما بين مباراة شباب بولوزداد وما بين مباراة ميدياما في آه 23 فبراير لمجاملات ده طبعاً انتوا تتجاملوا كده ده احنا جاهل للجمالات جاهل للحرام احنا يا جماعة مش هنرد على عطف احنا نجيب عطف هنا اهي يا ناستاذ وطبعاً عندك في الجولة الأخيرة مباراة يانج أفرجانز انا اعتقد ان شاء الله بإذن الله تكون مباراة الصعود اول للمجموعة وانا بشوف ان احنا على فكرة متفقين في ده دايماً بقى ان الناس دايماً تقول لك اصل من حسن الفقل ان احنا بنطلع تاني مجموعة انا شفت فكرة ان احنا اصلاً وصلنا للطرح ده حاجة مش شبه النادي الأهلي خالص يعني فكرة ان الجمهور اعتاد واستصاخ فكرة ان اصلحنا بنطلع تاني مجموعة ده مش شبه النادي الأهلي انت ما تتكلم باسم النادي الأهلي في مجموعة زي دي وتطلع تاني مجموعة اعتقد هيكون ده امر صعب يبقى احنا كده بنحاول نحسن صورة صعبة فبالتالي انت المجموعة دي ما ينفعش تشوف في نهاية الست جولات اه الرياضة فيها كل شيء وكرة القرم فيها كل شيء ومكسب وخصرة لكن كل الامكانيات اللي عند النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي ورصيده من البطلات في دور ابطال افريقيا بتقول مع كامل احترامنا لكل الفرق اللي موجودة في المجموعة انت تتصدر وكنت تتصدر من الجولة الخامسة وان شاء الله ده يحدث باذن الله والنادي الأهلي يحسم صعوده اول المجموعة ايا كان المشوار اللي قادم بس انت بتتكلم بهوية النادي الأهلي اللي ما عرفش غير المركز الاول والمركز الثاني اخفاء ده طبعا كان بداية حلقاتنا النهاردة هنطلع فاصل وبعد الفاصل انتظرونا بقى الناس اللي بتجامل النادي الأهلي الكتير دي هنعمل معها ايه شوفكم بعد الفاصل ورجعنا لكم والأهلي خطة أحمر والمؤجلات يعني للأمانة انا بشوف دايما القصة دي هي حق يرد بيه باطل بمعنى ايه حق دايما يا جماعة اتعلمنا كده الاهم من الرقم هو مدلول الرقم يعني فكرة الاجتزاء وفكرة انك تروح لحدث او جملة تخص النادي الأهلي ثم تبدأ تتكلم عليها ثم تبدأ تصدر احكام مطلقة ثم تبدأ توجه الناس للصورة اللي انت عايزها تبدأ تقول اصل النادي الأهلي زي ما كان بيتعامل هتلاقوا كل الشاشات السنة اللي فاتت اعر الجدول فيه النادي الأهلي لعب مطشاة أهل في الدوري وفرق لعبة اكتر اذا النادي الأهلي بيتجامل وقلتلكم ده في علم المنطق حاجة اسمها ربط ما ليس علة بعلة يعني انا بعدت عنك الاسباب خليتك تشوف رقم سيه النادي الأهلي لعب عشرة والباقي لعب خمستاشر فاذا النادي الأهلي كان بيتجامل وبتأجله والدوري كله ماشي على مزاجه ده اسمه ربط ما ليس علة بعلة انا خدت الرقم وديته للتوجيه اللي انا عايزه بعيدا عن حقيقة الأمر دايما يا جماعة بنتكلم النادي الأهلي اللي طول الوقت طول الوقت شايل مسئولية الكرة المصرية على كتافه وانا لا أبالغ ما بين الأندية انت بتتكلم في ما يقربهم الربع قرد مفيش حد شارك في كاس عامل الأندية توجب البطولة الأكبر في إفريقيا ويدوري الأبطال غير النادي الأهلي شيء للنادي الأهلي من المعادلة وحلالك كل مرة هتجد الكرة المصرية هي مجال للضحك والسخرية والتنضر من سواء فرق الشمال الأفريقي أو من فرق زي ساندونز أو غيرها ولكن مش زعلنين من ده لأن ده قدر النادي الأهلي ولكن زعلنين إن بعد كل ده البعض بيحاول يتصيد لك الأخطاء ولما نتكلم عن تصيد الأخطاء بتلاقي دايماً متحة شلبي في الوجهة نسمع متحة شلبي قال إيه ونرجع نرد بالمنطق وبالعقل طب تعالوا نشوف الأهلي وخلي بالك عشان ما حد يش يقول لي الأهلي يا ابني أنا ما بتكلمش على الأهلي أنا بتكلم على كل الفرق وأنا بدأت على بدأت ببيراميدز وانتلك ببيراميدز فتحة الفتحة هتتفتح على كله وعندهم حق أنا أتحدث عن الكرة المصرية لك عشان النهاردة الأهلي كمان بعد ما طالب تأجيل طالع الجيش طالب تأجيل ببيراميدز بص يا سيدي جدوة لقداما الأهلي هيلعب مع شباب الأزداد في الجزائر وبسلامة الله إن شاء الله هيغادر يوم الأربع وإن شاء الله يرجع فايز بإذن الله هيلعب يوم كم يا سيدي؟ يوم 16 فبراير كويس قوي ماتشوا مع طلاق الجيش يوم 19 فبراير عادي جد عادي جدا يرجع عادي 3 يام زي كل الدنيا ما بتعمل قال لك خلاص ده تأجل رسمي ده تأجل رسمي خلاص طيب بعد كده عنده مديامة ده يوم 23 فبراير طيب يعني إذن شباب بروس داد 16 فبراير مديامة 23 فبراير سبع تيام سبع تيام عشان يلعب الماتش بتاع مديامة وبعدين هو طالب دلوقتي يتأجيل بيرامز بتاع 27 فبراير يعني مديامة 23 فبراير لما يرجع 24 فبراير ويلعب 27 فبراير عادي جدا ثلاث تيام طالب التأجيل عشان عنده يهنج أفريكانس 3 مارس إذن أنت بتتكلم دلوقتي من 23 فبراير قدامك لتلاتة مارس تيسع تيام طب يا جماعة يعني أنا أنا مش عارف على أقول إيه والله أحنا بنتكلم لصالح الكرة المصرية أقسم بالله بنتكلم لصالح الكرة المصرية أقسم بالله يعني صالح الكرة المصرية ربما بدأت أحس إنه هو عند البعض إن أنا أقلل من نادي الأهلي إن أنا أعطل نادي الأهلي إن أنا شد نادي الأهلي تحت ان انا اخلي النادي الاهلي زي باقي الفرق ومش عيب انه بقى زي باقي الفرق ولكن اصدي في الاخفاقات هو ده ربما صالح الكرة المصرية لان لو بنتكلم بجد على صالح الكرة المصرية انا لو حمسك متحة شلبي حمسك ورقة وقلم وقود صالح الكرة المصرية وحاجة راجع بالهيستوري اللي بيحصل على الاهلي اخر عشر سنين هكتشف ان مفيش حد اشتغل لصالح الكرة المصرية واشتغل لان الكرة المصرية فعلا يكون لها سمعة قرية في العشر سنين دول غير النادي الاهلي ما دون ذلك اخفاقات غير طبيعية فهل افهم من ده ان صالح الكرة المصرية من احنا نيجي على النادي الاهلي ليه نيجي على النادي الاهلي لان يا جماعة كل الكلام اللي انتو سمعتوه بارقام بتواريخ كله غير حقيقي اولا طول الوقت بتحط استدلال ان النادي الاهلي طلب تأجيل مباراة بيرامدز وانا نفسي اعرف مين اللي طلب في النادي الاهلي اعلام النادي الاهلي فين اللي طلب برامج ايه اللي طلبت جمهور ايه اللي طلب مين اللي تحدث ان النادي الاهلي هو اللي طلب تأجيل مباراة بيرامدز والجيش لا ده طلع الجيش دي هنروح لها انا بس بتكلم على فكرة ان حط بيرامدز طول الوقت في الموضوع الاول بدأ بفكرة ان نادي بيرامدز هو اللي بدأها أنا بقى مش قصتي مين بدأ ومين ما بدأهاش ولا قصتي الصفسطة اللي هي مش بتستند للواح ولا كلام هل النادي الأهلي يا جماعة اللي راح لعب سوبر إفريقيا في بداية الموسم ثم راح لعب سوبر ليج كان بتنص صلاحته أنه هو خلال فترة السوبر ليج مش هيلعب مباريات محلية هنا في الدوري ثم شارك في كاس العامل الأندية هل النادي الأهلي وانت بتتكلم عن ده انت مخرج كل المعطيات دي طيب ممكن أقول انت مخرج المعطيات دي وبتشوف ان النادي الأهلي ما كانش فيه لايحة وكان النادي الأهلي خلال الفترة دي بيتجمع بيتعجله بالمجاملة وده ما حصلش فتيجي دلوقتي تقول ايه ان كده كده النادي الأهلي انت كسرتله اللواح قبل كده فدلوقتي انت بتكسرله لايحة طب هل ده حصل أصلا ما حصلش لان النادي الأهلي في كل المباريات اللي أجلت ليه وصلته من يلعب ست مباريات في الدوري كان عنده ارتباطات خارجية ما كانتش تسمح بانه هو يلعب اي مباريات طيب نيجي لمباراة طلاقع الجيش طيب مباراة طلاقع الجيش النادي الأهلي حيلعب او لعب خلاص مع شباب بولزداد انا بتكلم على وقت ما الكلام ده تقال كان مفترض عنده مباراة شباب بولزداد يوم 16 طيب مباراة شباب بولزداد خارج الأرض ثم عندك مباراة خارج الأرض أخرى مع مدياما الغاني يوم 23 طيب مباراة طلاقع الجيش كانت يوم 19 هل النادي الأهلي كان يقدر يلعب بعد مباراة خارجية وقبل مباراة خارجية تانية على ثالث يوم يعني ايه على ثالث يوم يعني يعد 17 و18 وعلى ثالث يوم اللي هو 19 يلعب مباراة الاجابة لا لان فيه لايحة اللايحة بتقول ايه؟ بتقول الاندية التي ترغف في المشاركة في البطولات العربية او الافريقية عليها الالتزام بالمواعيد المعلنة ده شرط على الاندية وعلى الاتحاد دون طلب ادخال اي تعديل على التوقيطات والمواعيد او طلب التأجيل بحيث تقام المباراة المحلية للنادي على رابع يوم في حالة اذا كانت المباراة الافريقية او العربية خارج مصر وتقام المباراة المحلية على ثالث يوم في حالة اقامة المباراة الافريقية والعربية داخل مصر يعني ايه ببساطة؟ يعني النادي الأهلي لو كان بيلعب مباراة شباب بولزداد هنا في القاهرة كانت المباراة المحلية تكون على ثالث يوم يعني عدي عندك لعبت 16 ثالث يوم لمباراة 16 17 تقدر تلعب 19 اللي هو على ثالث يوم اللي هو عديت 17 18 تلعب على ثالث يوم طب لو خارج الارض تلعب على رابع يوم اللي هو يوم 20 والمباراة يوم 19 كان مستحيل تلعب يوم 20 ليه؟ لان انت عندك مباراة مديامة خارج الارض يوم 23 طيب انا يا جماعة ما عنديش مشكلة ان حد يطلع يتكلم عن صالح الرياضة المصرية والأهلي لا يصدر على احد بس تتكلم بليحة انما انت عايز النادي الأهلي يكون فيه ليحة موضوعانه استفادت منها كل الأندية واستفاد منها نادي الزمالك واستفاد منها نادي بيرامنز واجه اقول انا النادي الأهلي المستضعف النادي الأهلي اللي مصلحت الكرة المصرية عند البعض في ان هو يفرد في حقوقه وعندي جماعية عمومية بتسائلني وعندي جماعير بيسائلوني اقول خالف اللايحة ولعبني يوم 19 يعني لو انا افترضت ده يبقى انا بافترض فيك ما ليس من المنطق انك تفترضه في ادارة النادي الأهلي او اي حد انه يعمله ولكن المهم بالنسبالي ان انت عندك لاحة عارف ان هي تمنع ان حد يعمل ده او تمنع ان المباراة تتلقى بكده يبقى انا بافترض فيك ايه ان انت وفريق اعدادك وكل الناس المشاركة في ان البرنامج ده خرج والناس اللي بتكلمك في اليربيس وكل ده ما يعرفوش اللايحة هتقول لي هل ده حقيقي هقولك لا الناس عارفة تتكلم ايه كويس الناس يا سامة بتحط للنادي الأهلي جملة مؤجلات ومجملات ونفضل نمشي وراها ونفضل نرددها ويبقى متحة شلبي كالعادة هو اللي بيدي السكال ده هو الجميل في الموضوع ان هو هيقولك يا ابني ما انا اقيل لك في اول الفيديو يا ابني هو عد كون بيتفقر ان انا بتكلم عن النادي الأهلي لا انت بتكلم عن النادي الأهلي هو انا لما اسمع الكلمتين دول واطلع ارد عليك هتقول اصلا انا بتكلمش عن النادي الأهلي لا انت بتكلم عن النادي الأهلي بدليل بسيط جدا انت وقت مكان بيرامدز بيطلع من نوازيبه على جنوب افريقيا طلعت اتكلمت طلعت انتقطت طلعت قلت يا جماعة بيرامدز بيتكسروا اللايحة طلعت قلت الكلام ده ما قلتش هل انت ما كنتش موجود في الساحة الاعلامية موجود طول الوقت في الساحة الاعلامية ما قلتش ليه الكلام ده استدعيت الكلام ده عشان يبان للشخص العادي جدا اللي ما يعرفش تاريخ كابتن متحد شربي معانا في الاعلام مع النادي الاهلي تحديدا يقول ايه ده ما قلتش الاهلي ده يقصد فعلا صالح كرة القدم المصرية وهو فعلا يقصد صالح كرة القدم المصرية ليه لان النادي الاهلي بيعري كرة القدم المصرية ومسؤوليها امام الجميع ليه لان النادي الاهلي العلامة النجحة في كرة القدم المصرية النادي الاهلي اللي بيوصل اربعة نهائي متتالي اخر اربعة دورة ابطال افريقيا النادي الاهلي بيحقق تلت القاب دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي اللي بيوصل خامس مرة منديال انديال حقق ثلاث مديديات برونزية في آخر أربعة سنين النادي اللي قاله آخر أربعة عشر سنة مفيش حاجة في كرة القدم المصرية حققت نجح قد غيره على مستوى الأندية ومحمد صراح على مستوى المحترفين يعني بشكل لفت للنظر في أوروبا ما دون ذلك مفيش حاجة لكرة القدم المصرية انت وصلت كاس عالم مقدمتش أي حاجة محدش شافك رحت جيت باب خبرت في وشك جيت على طول مقدمتش أي حاجة تشير لكرة القدم المصرية طب الصالح إيه بقى؟ ما نبقى كلنا زي بعض ما نبقى كلنا في بوطقة الفشل دي عشان محدش يجي يتكلم عننا ونبقى كلنا فشلة في كرة القدم المصرية هو ده اللي ربما يكون يقصده كابتن متحد شلبي اللي قالك أنا ما بتكلمش عن النادي الآلي ثم أتى بجدول مباريات النادي الآلي وبدأ يحط على لسان النادي الآلي حاجات غريبة قال النادي الآلي يا كابتن متحد قصر اللايحة بس عارف قصرها إزاي؟ قصرها إنه هو لعب مباراة على ثالث يوم وهي خارج الملعة ولما قدم طلب لتأجيل المباراة دي اترفض ده طلب النادي الآلي وهو بتنكسر اللايحة ضده مش لصالحه زي ما بيحاول يوجهنا كابتن متحد شلبي وآخرون الحقيقة الآلي يطلب تأجيل السوبر 24 ساعة لهذا السبب إيه هو السبب؟ النادي الآلي كان بلعب في منديال الأندية منديال الأندية كان فين؟ كان في السعودية لعب مباراة الثالث والرابع وبعد 72 ساعة مطالب مطالب يلعب مباراة أولى في السوبر المصري بشكله الجديد فين؟ في الإمارات يعني أصلا النادي الآلي المباراة دي خارج الملعب طلب بس 24 ساعة هل تم تقدير طلب النادي الآلي اللي بيستند على ليحة؟ مش طلب له مجاملة النادي الآلي اللي بيستند على ليحة والنادي الآلي اللي شرف كرة القرى المصري والأفريقية وحق برونزية هل حد استجاب لطلب النادي الآلي؟ هل حد هو بيحط موعيد المباراة حط في احتمالاته أن النادي الآلي هيكمل لمباراة الثالث والرابع أو مباراة النهائي؟ لا هم كانوا فاكرين أن النادي الآلي لا يروح يتغلب من الاتحاد يرجع فتبقى فيه فرصة يلعب شباب بلوزداد ويلعب عادي جدا مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري فده اللي اتكسر اللايحة اتكسرت ضد الآهلي مش لصالح الآهلي وقدر النادي الآهلي نوعي حق الفوز هنا ويفوز هنا في سيراميكا كليوباترا طيب النادي الآهلي مؤجلاته اللي للبعض بيتكلم عنها وتسمع تصريحات من أشخاص كتير جدا على شاكلة كابتن مدحة شربي زي رضا عبد العال انت لو ما كسبتش البطولة دي يبقى انت كان بيتأجلك ليه يا جماعة الناس غابة عنها الوعي والإدراك في قصة تقييم الأمور بلواح وقوانين انا بيتأجلي مش عشان تسعيدني لاناكسة بالبطولة انت معملش كده خالص انا بيتأجلي عشان في تعرض معايد مباريات انا مش هقدر ألعب دي الكصة باقتصار شديد النادي الآهلي طلب تأجيل بيرامدز بيرامدز أساسا مع النادي الآهلي مع الاتحاد الأفريقي بقى صعب المباراة أصلا انها تتلعب تبعا للليحة لان بيرامدز هيلعب في الكونفترالية 24 مع مازمبي عشان تحط المباراة لبيرامدز لازم تحطهله في الدور المحلي يوم 28 طب انت عايز النادي الآهلي يلعب يوم 28 اه مايلعبش ليوم 28 هقولك للأسف لان النادي الآهلي يلعب بعد 48 ساعة من 28 فبراير مع ميدياما مع ايانج أفريكا في القاهرة انت عايز نلعب كل 48 ساعة عشان تبقى مرتاحة كابتن ماتحة عشان ما تقوليش الست عواطف انا بقولك يا سيدي بص على الست لايحة بص عليها قبل ما تتكلم وجوه ان انا مش بتكلم عن النادي الآهلي وصالحة القرى المصري والله ما داخل على حد انت عارف انت بتضرب فين كويس وبتدور ازاي تضرب يا ايما في النادي الآهلي يا في نجوم النادي الآهلي وبيجي لك ردود صعبة والله يعني بيجي لك حتى ردود من اشخاص سعوديين ديقولك امام عشور لعب كبير يا كابتن ماتحة فده كابتن ماتحة وصالح كرة القدم المصرية طيب سألت كابتن ماتحة او انت تلقى تسألت قلت هو الزمالك فين من 14 ديسمبر مباراة محلية ما سألتش طب سألت قلت الزمالك فين اصلا من مباراة رسمية من 20 ديسمبر ما سألتش انت فقط سؤالك عن النادي الآهلي ودورك دورك ان انت تحاول تعرقل مسيرة النادي الآهلي وده مش بها يحصل والله ما هيحصل بإذن الله انت فقط لغير ممكن تكتسب بعض المشاهدات من خلال جمهير النادي الآهلي داخلت شافت قالت انت قلت ايه عن النادي الآهلي وانت قطي النادي الآهلي في ايه هتقول لي طب ما النادي الآهلي بعد 28 ديسمبر فين هقولك تعالى بهدوء شديد كده انا قلت لك 14 ديسمبر الزمالك اخر مباراة محلية 20 ديسمبر الزمالك اخر مباراة في افراقيا امام سجرادة 14 كان امام المصري هزن فيها 1-0 النادي الآهلي لعب 28 نهاية السوبر المصري امام فيوتشار وفاز وما لعبش ليه بعد كده تعالى اسمع حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المصري هو يبتحدث عن تأجيل مباراة للنادي الآهلي دون ان يطلبها النادي الآهلي قبل معسكر المنتخب لأمم افراقيا عشان عندنا تعقيب مهم هتعملوا ايه في الدورة دلوقتي فيتوريا طلب ان المعسكر يبدأ يوم اثنين وعندنا في نفس اليوم ده الاهلي مع فاركو والزمالك مع سيراميكا احنا هنقدم ان احنا يعني نحاول نأجل المطش ده مطشين دول الاسبوع ده يعني الاسبوع كله لا المطشين دول ادعيان الاهلي وزمالك لا الزمالك ما بيلعبش زمالك يوميها يوم اثنين انا قصدي بس الزمالك الاثنين مع سيراميكا والاهلي مع فاركو ممكن لزمالك انا ما عرفش برضو الحج عامل دي ترجع للحج عامل لكن انا طبط الحج عامل من خلال فيتوريا ان تحديدا لعبة الاهلي لازم تريح شوية حالة الارهاق العنيف انا لعبه 15 او 18 تقريبا لعبه 15 ايه اوه جماعة اوه ماتش كان ايه 15 18 18 22 سبعة ايام لعبة 3 مطشات وبعدين هلعبة 5 وعشرين وعشرين فخمس مطشات كتير في الوقت ده فراجل قال لي حازم لازم اللعبة دي تريح وبعدين هم هيجوا على معسكر فهي مش طيقة يعني ده شحيح ولعبة بيرمتز برضو طلع هتلعب 3-4 مطشات برضو فاحنا طلبنا من حج عامل واتكلمت انها ناب احمد دياب يعني ان فيتوريا طالب ان الاسبوع ده او الاهلي تحديدا بيرمتز ويوم اتنين نبتدي المعسكر فلسه ما عافش هعملوا ايه وحاج عامل ايش خايف عالدوري انا خايف عالمنتخب برضو يعني بصراحة منتخب مهم والراجل هو يعني قال لي اللعيبة هتخش بس اوجت نظره منتقية بنسبة 1000% هي مشكلة بس الاهلي متأجله اساس مصد كتير فالحاج عامل قال لي يعني هيتحط فين يعني طلو دي طلبات الراجل وعايز ويشايف ان دي حاجة مهمة وده منتخب مصر وده بطولة من كاس افريقيا والوقت دي هو مش عايزهم لعابه المطش اساسي نعم المطش الاهلي وفرقه يعني عامة هو عايز ريحه اللعيبة تريح حيث ناخد من 20-20 تريح ليوم اتنين تبقى لعيبة خلط راحة وتخش المعسكر بشكل كويس وان العيبة الاهلي عندنا حوالي يعني عدد كبير من في المنتخب ده صحيح ركز كده معايا بهدوء شديد كابتن حازم امام احد كبات النادي الزمالك كابتن احمد شبير احد كبات النادي الاهلي كابتن حازم امام مشرف على المنتخب في عهد روي فيتوريا طلع وقال لك ايه الاهلي تحديدا روي فيتوريا طالب انهما بعد امراض 28 ما يلعبوش فكابتن احمد شبير قال له طب وبرات الزمالك والسراميكا الاهلي والزمالك قال له الزمالك مريح فاتأجل الاهلي وفارقه ابنان على طلب روي فيتوريا اتأجل الزمالك والسراميكا ابنان على طلب مين ده كابتن حازم امام الزمالكا ونفسه كان شايف انه برات الزمالك تتلاعب عادي ما الزمالك مريح لعب 20 ديسمبر ماتش افريقي و14 ديسمبر ماتش محلي فبالتالي لما يلعب 1 يناير ولا 2 يناير يعني بنديره اسبوعين عشان يلعب لكن كابتن متحة مش هيطلع يسأل كابتن متحة مش هيشوف ولو شاف مش هيقتنع ولو اقتنع هيطلع يقول نفس الكلام اللي هو بيقوله ليه؟ لان هو ده خلاص وجود كابتن متحة شلبي في الاعلام هننتقد النادي الاهلي ده دوره دي شغلته حاليا لكن لما ييجي مشرف وعدوا اتحاد كورة ويقول مرة واثنين وثلاثة النادي الاهلي صعب ان هو يلعب وريف وطوريا اللي طلب ما يشوفوش كورة تاني لغاية تيوم المعسكر ده الاهم من كل ده عشان تعرف بس ان المواضيع كانت صعبة جدا ومقصود منها النادي الاهلي ان لما كابتن متحة عرض يدينا امثلة بقى بالدوريات الاوروبا تعالوا يا جماعة اتفرجوا في اوروبا وانا مش هروح لك لسكة افريقيا بيحصل فيها ايه وعدد ساعات الطيران وكلام من هزر القبيل مش هروح للسكة دي خالص استعرض اوروبا بيلعبه كل اتنين وسبعين ساعة نادي برشلونا طب ما لو انت ممصف كنت استعرضت اخر خمس مباريات للنادي الاهلي وانت ترد على نفسك اللي استعرضهم دلوقتي حزم امام خمستاشر وطمانتاشر واثنين وعشرين وخمسة وعشرين وثمانية وعشرين خمس مباريات بتلاعب ابطال القرات في السعودية وبتطلع تلعب بعدها في الامارات لو فيه انصاف كنت استعرضت ده كنت قلت ده كنت قلت يا جماعة لأ عندنا النادي الاهلي بيلعب برضو كل اتنين وسبعين ساعة ومش بس كده ده بيلعب في التوب ليفل ده بيلعب في منديال الاندية ده بيواجه ابطال القرات ده بيواجه اتحاد جده بكل ما تم يعني صرفوا على نادي التحق جده بكل نجوم والمحترفين اللي كنا بنشوفهم في ريال مدريد وأنديه أوروبية عريقة ده بيواجه أنديه البرازيل كنت طلعا تتكلمت لكن انت مش هدفك خالص ان انت تصل لأي حاجة لو فيه انصاف لا ما فيه انصاف فيه عواطف بالزبط كده بس احنا برضو عايزين نقولك فيه ليحة يا ريت تبص على الأخت اللايحة قبل ما تتكلم عن النادي الأهلي وكمان مهم جدا وانت بتستعرض ده تستعرض النادي الأهلي اللعب من بداية الموسم لغاية دلوقتي كم مباراة عاد المباراة وتقارنها عشان تيجي تكلمني لأن برضو كابتن حازم قال جوبلة اللي هو النادي الأهلي تأجله كتير فتيجي تلاقي المباراة اللي لعابها النادي الأهلي تأجله ليه اه بالزبط لا وكمان كتير ايه ومالي الزمالك يبقى ايه وبرامز ايه النادي الأهلي لعب تلاتة وعشرين مباراة سبع مباريات لعبهم خارج الأرض تلاتة وعشرين مباراة طيب مثلا كده لو احنا المفترض نكون منصفين على طريق انصاف كابتن متحة شلبي فالزمالك كون لعب خمسة وعشرين برامز لعب اربعة وعشرين ستة وعشرين فيوتشر سبعة وعشرين فنبدأ نقول اه فعلا النادي الأهلي فيه جاب ومتأجله ومتريع لا تلاقي الزمالك لعب في الموسم كله كله خمسة وعشر مباراة يا جماعة الزمالك بيلعب خمسة وعشر مباراة يبقى اكيد مش مشارك في الكونفدرالية لا والله مش شارك مش شارك يبقى اكيد خرج يعني من قبل ما وصل لدور المجموعات لا ده وصل طب وبرامز نفس الكلام ده معاك في دور الأبطال في دور المجموعات طب فيوتشر في الكونفدرالية مع الزمالك في دور المجموعات كم سفرية للزمالك سفريتين أربعة لبرامدز 3000 يوتشر هل ده ممكن نسميه عواطف ولا نسميه الحجة إنصاف بص يا بسمة أنا عايز بس أقولك حاجة فكرة عدد المباريات اللي كانت عندنا على الشاشة هي تدل أساساً أن فكرة التأجيلات الغير منطقية كانت كلها مش مرتبطة بالمباريات لنادي الزمالك ونادي برامدز وتحديد لنادي الزمالك لأن زي ما احنا قلنا القصة كلها جماعة في كلمة بسيطة جداً النادي الأهلي تأجله وكان عنده ارتباط إيه؟ أنت لسه مستشهد بواقع التأجيل سيراميكا هل عندنا دلوقتي تأجيل جديد في الدوري في الجولة اللي هي الـ 12 بتاعت فاركو والزمالك والنادي الأهلي والدخلية عل التسجيل تأجيل مباريات الزمالك وقسامة مش موجودة هي الفكرة كلها إن الزمالك بيأجل عشان الأهلي بيتأجله الفكرة كلها إن أنا حايز عندي عدد مباريات ألعب لما النادي الأهلي يلعب وأنا من الآخر أوسامة عشان إحنا كلنا ما نفعش يضحك على الجمهور كلنا فاهمين إن الزمالك بيأجل عشان خاطر عدد المباريات مع النادي الأهلي وبتكلم طب ما النادي الأهلي مأجل آه النادي الأهلي عنده أسبابه بس ياسري ما تأجل لنا كمان لأن بتتقال كده أوسامة في الغرف المغلق هو مش هيجي وقت النادي الأهلي ويلعب مبارياته المباريات بقى لعبني معاه بص من الآخر والله يا جماعة اللي بنقول لكم ده هو اللي بتقال وهو ده الخلاصة بيدي قال إن النادي الأهلي لما يجي يلعب يا عم لعبني معاه مش الموسم ممتد لحد ما النادي الأهلي يلعب مبارياته لعبني معاه أنا بقى عندي هنا سؤال لأوسامة محدش بسأله طب فرق الدور الباقية فيه طب ما نحط قعدة أنا كأهلي متضرر من حاجة لا مش متضرر بمعنى إيه خلي يا سيد الناس كلها تعد والناس كلها ما تلعبش غير لما يجي يلعب اللي هو جدولي على النادي الأهلي النادي الأهلي عارجع يلعب يلا كلنا نلعب النادي الأهلي عنده ارتباط أفريقي يبقى كلنا مراحين أنا ما عنديش مشكلة إنما فكرة إن الزمالك على طريقة المرة اللي فاتت قاين كان بيلعب أو ما بيلعبش بيتلعب جيم في الغرف المغلقة وبعد كده نسمع تسجيلات من مسؤولين تسجيلات ايه ده نسمعنا تسجيلات على الهوى وكلام إن إحنا كان للتأجيلات بالاتفاق والكلام ده مهدى جماعة أنا هنا بسأل حيقولك أنت كنادي أهلي يا سيدي ماشي يا عم فين بقيت الفرق هل الفرق موجودة في الكرة المصرية عشان هي مجرد مشاهدين للنادي الأهلي عنده تأجيلات منطقية ونادي الزمالك بيلعب جيم أنا عايز ألعب النهاردة حطي لي ماتش مش عايز ألعب لما لقى ليجي يلعب طب فين بقيت فرق الدور فين بقيت الفرق اللي هي المحلة اللي لها تاريخ والاتحاد والمصري وكل الفرق دي وسراميكا فين الفرق دي ما هو جماعة اللي بيحصل هنا هو ده بقى اللي بجد أسامة نرجع بقى للفظ ده هو ده العواطف العواطف إن القصة مش لايحة القصة النادي الأهلي عنده التربطات كل حد في المنظومة فاهم إن النادي الأهلي بتأجله عشان عنده التربطات وفاهم الزمالك بتأجله عشان بيلعب على كيف وعلى المزاكل طب بقيت الأنداف الكرة المصرية فين محدش بيتراحه ومحدش بيسأل يا جماعة عن الزمالك لا هي الأنداف نفسها فيه الأنداف موجودة يعني إحنا عمين إحنا صحيح يعني فين النادي المصري فين نادي الاتحاد فين نادي سيراميكا فين الأنداف يا جماعة فين نادي الإسماعيلي اللي ما بيفتكرش ولا أي حاجة تخصه في الموسم غير هو بيلعب في الإسماعيلية بيلعب في غرب العرب بيلعب فيه مبارات الأهلي فأنا فعلا مستغرب أنت كنادي كل أنديت الجولة الـ 12 طب النادي الأهلي مثلا عنده تأجيل نادي الزمالك عشان كان محطوط طب يا جماعة طب بالمرة بقى ريحونا إحنا كمان يعني بالمرة كمان ما يلعبش إحنا كمان محدش بيسأل مفيش قد رب بتتكلم والقصة كلها مختصرة في الرياضة المصرية الكلام عن النادي الأهلي بس ما هو ما فيش جهر في النادي الأهلي هو اللي بيقدر يحق نجاحات في الرياضة المصرية ولما تيجي تبص على جدول الدوري تلاقي النادي الأهلي لعب 6 جولات ومقابل 8 جولات لنادي الزمالك وتسعى البرامد وتسعى الفيوتشر بكل سفريات النادي الأهلي اللي كلمناكم عنها بـ 23 مباراة بأكتر من بطولة النادي الأهلي شارك في السوبر الأفريكي ما كانش فيه فريق مصري شارك في السوبر الأفريكي النادي الأهلي شارك في الدوري السوبر المستحدث السوبر ليج ومحدش شارك من مصر غير النادي الأهلي النادي الأهلي شارك في كأس العالم للأندية ومفيش فريق شارك في كأس العالم أندية غير النادي الأهلي لكن ممكن تلاقي في دورة أبطال أفريقيا أكيد بيرامدز مع النادي الأهلي وتلاقي في الكونفدرالية فيوتشر مع نادي أزا مالك وتلاقي مع النادي الأهلي بيرامدز فيوتشر وسراميكا في السوبر المصري ده اللي بيحصل يا جماعة ما دون ذلك إحنا عايشين مرحلة من ادعاء العواطف على النادي الأهلي وإن كانت العواطف دي موجهة لأشخاص آخرين والأندية أخرى أتمنى من كابتن متحط يعني يحاول يكون قدر الإمكان قدر الإمكان مع فريق إعدادك تبقى عرف أن أنت عايز تقدم حاجة موضوعية ابقى أنتقد النادي الأهلي عادي بس حاول تطلع بحاجة شبه موضوعية أنا كان نفسي ينجح في تجربة التعليق السعودية في الدور السعودية الناس كلها كانت عارفة أن كابتن متحط شلبي على فكرة هناك لقى يعني انتقادات ما بين مستوى غير احترافي تماما أنا الوحيد اللي كنت بدأي كده لكابتن متحط أنه هو يوفق في التعليق على الدور السعودي واللي أنا عارف أنه هو ما كانش هو يوفق علي لأن مستوى مختلف فجاب لنا يعني رجع لنا المنتج الرضيء اللي هو ما يقدمه كابتن متحط شلبي من المحتوى كمنتج رضيء رجع لنا احنا عشان معاني من المستوى أنا في اتنين دعت لهم كابتن متحط شلبي وكابتن حتى مبطيش الحقيقة أنهما يستمروا إن شاء الله يروح وراحل الحمد لله والدعوة استجابت يعني دي كانت فقرة كل موسم فقرة يعني عدم الإدراك عدم المهنية عدم الموضعية عدم الإنصاف في الحديث عن سيد أسياد كرة القدم الأفريقية النادي الأهلي نشوفكم بعد فوق ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر وكلام مهم جدا أنت حتلاقي الناس في الوقت ده يا إما مؤجلات الأهلي ما احنا خلصنا خلاص موسم المنتخب وبعض الناس عايزة تخرج من قصة المنتخب وتاخدنا الحتة تانية يا حتلاقي الكلام على مؤجلات الأهلي وعواطف والكلام اللي احنا قلناه ده يا حتلاقي الكلام عن إمام عشور وأي حاجة تخص إمام عشور لأننا يا جماعة بقول إمام عشور مش مجرد لاعب يعني إيه وانتوا بتقول لا لا قصة مش كده استهداف إمام عشور هو مش استهداف لاعب إمام عشور استهدافه هو استهداف لفكرة نفس الفكرة اللي كان كهربة فيها إن انت هتخرج من نادي الزمالك احنا هنبطلك كرة احنا هنبقى بالراهن على فشلك وللأمانة هم شافوا ولكن ده الملعب اللي حكم رمضان صبحي عبدالله السعيد أحمد فتحي عسام عشور الناس اللي كان طريقها بعد النادي الأهلي حققت إيه صف فهل انت كنادي أهلي اكتسبت قوة مضافة آه هل اكتسبت حكاية تعرفت حكاية دايما إن اللعبة خسرت إيه برا النادي الأهلي آه هو عايز يعمل إيه عايز يعمل نفس الجيب بس القصة مختلفة لأن المقارنة ما بين اللي ممكن تخسره خارج النادي الأهلي وأي نادي تاني هي كبيرة إنما هو أنت أصلا بتكسب إيه في الزمالك عشان تخسره برا الزمالك ده السؤال اللي عرفك إن المعادلة صعب جدا تقسها وعشان كده إمام عشور هتلاقي كل أسبوع كده بياخد واحدة لازم ادي له واحدة الواحدة بقى الجديدة إن إمام عشور ما كانش في اختيارات روي فيتوريا وإن إمام عشور فرد على روي فيتوريا وإن إمام عشور اتجامل بأنه هو راح المنتخب طبعا في عين فنية للناس كلها ترد بس الأهم نسمع الكلام المباشر من الناس عشان نرد بوقائع وحقائق في حق لاعب من النادي الأهلي واضح جدا القصة مكملة معاه وإحنا مكملين لحد ما إمام عشور يفوز بكل التتوجات مع النادي الأهلي لأنه جمهور النادي الأهلي مش هو اللي يتعامل عليه الجيم ده ولا إعلام النادي الأهلي اللي يتعامل عليه الجيم ده نطلع نسمع الفيديو ونرجع معه محمود فتح الله المدرب اللي عملت صادق لنادي باناما كان فيه حديث مع إبراهيم فاي يعني صديق إبراهيم فاي على قناة On Time Sports وقال معلومات يعني مهمة جدا طبعا الكلام اللي قاله فتح الله ده كلام خطير جدا وكلام بيوريكم أن نفس الكلام اللي أنا بقول لكم عليه بقالي فترة أن فيه تدخلات في عمل أي حد بيشتغل كلام واضح كلام ده طبعا إحنا سمعناه قبل كده وقلته لكم يعني بشكل كده إيه يعني متجمل أن أحد أعضاء مجلس قدارة اتحاد الكرة قال لفتوريا اوعى تاخد عبدالله السعيد مكان إمام عشور في كلاس الأمم إمام عشور كان موقفه بالنسبة لفتوريا زي وزي طرق حامد وزي وزي حسين الشحات الرجل ما خدش طرق حامد وحسين الشحات قاله له مش مشكلة لما عرفوا أن عبدالله السعيد هيخش القايمة مكان إمام عشور كلموه قاله لوعة النادي الأهلي هيزعل جمهور الأهلي هيقلب عليك خلاص الراجل كده قلب من شبرة انت كده جبت وعدده بثين ألف دولار وقلبته من شبرة هل الرعب من الأندية وصل أن الناس المسؤولين يتدخلوا في اختيارات المدير الفني عشان خطر جماهير النادي بعينه ما تزعلش سيبكم بقى النادي ده الأهلي الزمالك مش هدي القصة طيب الناس اللي راحوا قالوا لفيتوريا اه 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 تختار عبدالله السعيد على أمام عشور وأنا بقولك القصة ليه ما راحوش قالوله ما تختارش فتوح وصبحي عشان ما تزعلش جمهور الزمالك ما رألوش كده ليه طبعا ده بيوريكو العبس بالشكل اللي بتضار بيه كرام مصرية انت جاي المدرب تخيل وفي الآخر اللي يطلع يشيل القصة مين حازم إمامي أسهل واحد نشيله النجم الكبير اللي يقدر ان هو يشيله يستحمل وان هو اسمه يستحمل ان احنا نشيله هو حازم أكيد الدخولات دي برضو خلي بالكو مكنتش ليه علاقة بحازم أما حكاية بصحيح أما حكاية بصحيح عارف يعني لو هي حدوتة قبل النوم حتبقى مملة لو حد كده عايز ينام وجه حد حكاله الحدوتة دي حيحس ان هي مملة وحس ان هي يعني كلها كلام مانوش اي ربط ببعض والفكرة ان احنا ندل ان روي فيتوريا كان بيجامل إمام عشور أولا انت حكيت كل القصة دي عشان تغبط واحدة في الآخر ان المفترع عليه والمدعى عليه والمظلوم كابتن حازم اللي انتو بتشيلو الليلة على فكرة لو اللي انت بتقوله ده حصل هو في المقام الاول المسؤول عنه المشرف على المنتقل لان المدير الفني اللي جابه بيجامل وبيخاف ده انا بروح معاك لما يعرف بالورست كيس سيناريو يعني هروح معاك لأسوأ الفرضية همشي معاك في القصة المضحقة اللي انت قلتها وهقول ان روي فيتوريا اتفرض عليه امام عشور عشان خاطر الاهل ما يزعلش يا سيدي هروح معاك للسيناريو ده ما ينفعش بعدها تيجي تقول وادي بتشيلو حازم امام الليلة ده لو ده حصل لو ده حصل يبقى اول واحد مسؤول هو المشرف على المنتخب اللي عضو مجلس ادارة مين كان هيدخل ويكلم فيتوريا والقصة كلها كانت مع حازم امام يعني قل لي بالعقل واستشهاد بقى مضحك اللي هو ايه لان لو الراجل بيعمل كده مكان اولى ان هو ياخد ما خدش فتوح عشان ما يزعلش الزمالك ده اصلا انت بتستدل بشيء يثبت ان اللي انت بتقوله في الاول هو من وحي الخيال وفتح الله قال لي انا حاسس ان يعني مثلا الثقة واستناد على كلام محمود فتح الله ان انت مثلا جاي بحد اللي هو طبيعي مصلحة لعب عنده وبيحاول يقول كلام غير منطقي فين الشاهد لده ده لو انت بتقول ان فيتوريا استبان يعني انه هو جامد على الزمالك انما مع الاهلي ما قدرش اللي انت بتقوله ده اكبر دليل ان فيتوريا ما اسمعش في الحتة دي طب تعال هو لو فيتوريا بيخاف من فكرة العضو اللي جاء قال له ان النادي الاهلي كذا كان حيطلع بيان بيعاز من حزم امام يقلم فيه استبعاد حسين الشحات وامام عشور مع طارق حمد حارف القصة كلها تحس ان انت عندك مية دليل ان القصة دي مضحكة بس اروح لحتة اهم يا جماعة هو كان فيه رغبة فعلا فعلا لعضو مجلس ادارة انه يستبعد وجود امام عشور ده العكس بقى مش انه عضو مجلس ادارة ضغط لوجود امام عشور اقولك ازاي قصة امام عشور وحسين الشحات مين عضو مجلس الادارة اللي انت بتدفع عنه اللي ودها الحتة تانية خالص وانا بأكد ومن وقتها قلت الكلام ده وانا ما بدخلش في حتة المعلومة وفلان قال الا لو نادرا في حاجة محتاجة اقولها عشان اقول انه ده حصل القصة لعيبة بتلعب عندك مباراة كنت مسافر تلعب مباراة خارج الارض اللعيبة اشتكت اتقال نعمل كشف طبي نتيجته حدبان امتى كده كده انا مش هحتاج اللعيبة دي تكون معايا لان هم مش جاهزين طبيا وقتها ومش هجامر بيهم فخلاص استبعتهم مين اللي خد القصة دي وحولها البيان وحولها القصة انه هو كان هدفه هدفه المؤكد انه يضر مصلحة منتخب مصر بعدم وجود لعب مهم جدا زي امام عشور عشان يردي جمهورنا دي عشان يقولهم افتكروا تاريخيا اننا اللي خليت امام عشور مايروحش كاس الامم الافريقية وودى الموضوع لحتة تانية خالص وطلعوا هو اللي عرض عليهم القصة وعرض عليهم الملف بالشكل ده هو كابتن حزم اللي انت بتدفع عنه فاللي كان واخد الصياق واخد الهدف من اللحظة الاولى انه هو امام عشور ما يكونش موجود سؤال بديهي امام عشور اللي كان موجود مع مستر روي فيتوريا في المعسكر ده وفي المباراة بتاعت التصفيات اللي امام عشور استبعد منها بعد الاصابة هو اللي حيكون عنده افضلية على عبدالله السعيد طب السؤال هو عبدالله السعيد اصلا تواجد مع روي فيتوريا امتى يعني انا رواية اللي لما تتحكي الناس تصدق عبدالله السعيد كان راجل قريب من انه هو يكون في القايمة مع روي فيتوريا ولا لعب مؤثر ولا لعب بتشوف انك انت محتاجه امتى يعني الكلام ده فهمه لو عبدالله السعيد كان موجود في التصفيات وموجود في القايمة اللي هي حصلت دي واقول انك فعلا كان عايز يستبعده انما اصلا عبدالله السعيد مش موجود يعني باهمية اللعبة الفنية لنفس المدرب مش موجودة بالقصة المنطقية لقومة اللعبة الفنية مش موجودة بالاحداث نفسها اللي تدل المدير الفني ده بيتعامل مش موجودة بتأثير اعضاء مجلس الادارة على فيتوريا لو انت هتروح لحد هتروح للقصة بتاعت عضو مجلس الادارة اللي كان عايز امام عشور ما يكونش موجود في أمم أفريقيا يبقى انا اسيب كل المعطيات المنطقية دي واشتري الرواية اللي بحكيها ميدو لا طبعا والحقيقة كمان يعني هو ليه محطوط عبدالله قدام امام هو ليه دايما يا جماعة الناس هو ها بتتكلم بتظن ان ما ينفعش اللي بني يتواجدوا في قائمة واحدة يعني انا مش قادرة استوعبها بصراحة ليه تحديدا عبدالله قدام امام عبدالله استبعد عشان اللي جاي مكانه امام عشور ليه هو خط الوسط محتاج لعب واحد فقط لا غير في الخط كله كان فين احمد نبيل كوكا هو موجود كان فين محمود حمادة كان فين محمد النني كان فين حمدي فتحي ليه عبدالله السعيد ما دخلش على واحد من دول طيب مع كامل احترام وتدير لكل الاسماء دي عبدالله السعيد يقدر يطيح بحمدي فتحي خارج المنتخب قطعا لا قطعا لا النني برغم ممكن التعليقات اللي حصلت عليه برضو في الفترة الاخيرة هو متواجد مع رويب فيتوريا احمد نبيل كوكا جاه بعد اداء في كأس العالم الاندية تم الاختيار كنت ممكن اتفهم اتفهم والله ان كوكا جاء قلب الموازين والاتفاق اللي تم بالرويب فيتوريا وحازن امام مع عبدالله السعيد بالعودة من الاعتزال اللعب الدولي وتعالى انضم في القائمة المبدئية ولكن احمد نبيل كوكا جاء قلب موازين الراجل للمستوى اللي ظهر عليه في كأس عام الاندية لكن حتى احمد نبيل كوكا بتبع عبدالله السعيد لأ انا روحت جبت مهند للاشين طب انا الان من جمهيري النادي الاهلي على امام عشور بس مش الان من جمهيري النادي الاهلي على الحسين الشحาย مش الان من جمهيري النادي الاهلي على ياسر ابراهيم اللي مصر كلها اتكلمت عنه ومكانش هيسافر مع الفرقة لو لايصابة لاعب اه اسامة جلال لعب المنتخب وأنادي بيرامند فليه حاطت دايما عبدالله قدام امام انا مش فاهمها ليه ميده والإعلام اللي هنتناوله حاطيني القصة دي طيب تعال يا سيد روي فوتوريا غلط والضغوطات على حزم إمام وعلى روي فوتوريا نجحت والرواية هنفترض أن ده جدل هنحصل وهقولك اذكر لي أفضل خمس لعبين مصريين شاركوا في أمم أفريقيا البطولة الأخيرة اللي احنا لا راضين على أداء ولا راضين على النتيجة اذكر لي خمس لعب هل هتستبعد اسم إمام عشوف؟ مستحيل مهما كان ميقولك مهما كنت جاحت ظالم مش هتحط مش هتستبعد إمام عشور برا الخمس عارف أنت لما يكون جاي على إمام عشور قوي وظالم إمام عشور قوي هتحطه الخامس لكن هو حرفيا من وجهة نظري بيأتي بعد مصطفى محمد في القيمة الفنية اللي قدموها للمنتخب لأن لا نغفل دور مصطفى محمد في التهديف وهداف وتالت هداف البطولة وبالتالي مصطفى محمد قدم أداء متميز جدا يلي إمام عشور وممكن تحط بقى تريزي جيه في بعض المباريات ممكن تحط مرموش في المباريات زي مباريات غانا تحط حمدي فتحي في بعض المباريات مادونة ذلك مروانة أعطيها الفترة اللي لها فيها مادونة ذلك فيه تحفظات على كل المستوى اللي موجود في الفريق بمن فيهم لعيب الآلي بالمناسبة يعني القصة مش قائلة وزمالك لكن أنت بتتكلم بشكل فني النقطة التانية أعرف أنت الإسكت هو ده اللي ميدو عايز يعمله ميرو عايز يطلع النادي الآلي أنه بيضغط من أجل اللعبين برواية وهمية حتى لو يحط رواية على لسان أحدهم والناس تبدأ تسمع وتقول وتصدق لأن الناس دايماً دايماً بتروح للسكة أن أنا عايز أصدق اللي أنا عايزه يحصل يعني أنا عندي مشكلة مع أمام عشور كجميلة ناتي زمالك أنا عايز أصدق أي حاجة واش عن أمام عشور فأي كلمة هتقولها لي أنا مصدق طيب فاتوح وصبحي ضغط أحمد سليمان باعترافه ولما جيب لك تصريح باعتراف عضو مجلس دارة ما ينفعش تقول لي أصل فاتح الله كان بيقوله وغيره كان بيقول لا كابتن أحمد سليمان طلع في أحد البرامج اللي بيطلع فيها لمتعاقد معها وقلبه منتقى الوضوح ضغطنا من أجل استبعاد فاتوح وصبحي ولكن ريوفيتوريا رفض ضغط من خلال مين يعني أنت كده فكر ممكن كابتن أحمد سليمان يكلم مين في اتحاد كرة القدم المصري من أجل الضغط على ريوفيتوريا ممكن أحمد سليمان يكلم مين مع الأستاذ عمر الأدم بحيث أن ريوفيتوريا يكون حلقة وصل ما بين نادي الزمالك ونادي سبورتنج بسبب مشكلة شيكابالا مين اللي ممكن أصلا يكون حلقة الوصل غير المرشف العام سيوه بقى لا أهلاوي ولا زمالكاوي ولا حازمام سين المرشف العام على المنتخب سين هو اللي جاي برويفيتوريا سين هو اللي كان مفوض من قبل اتحاد كرة القدم سين هو اللي وقع العقود مع ريوفيتوريا أنا أبقى راجل بتدعي وراجل سازج لو طلعت قلت اسم تاني غير سين ده في القصة دي فما ينفعش ياميدو تكون في نفس التوقيت بتقول إن فيه ضغط حصل على المنتخب وانت بتبرق سين اللي هو همسؤول على المنتخب تنقض واضح جدا تنقض بعيد حتى عن الأمور الفنية طيب هل ريوفي أهلي عم إمام عشور ده الجامل يعني الأهلي كان بيضغط عشان يتجامل فنيا لا والأهلي ضغط عشان يتجامل يبقى الأهلي أكتر حد حارس على مصلحة الكرة المصرية واستمنظومة كلها مش فهم حاجة لا بس ممكن الكلام ده يختلف معا كابتن أحمد حسان ميدو اللي ممكن يكون عنده رأي فيه إمام عشور كلاعب فني الحقيقة راح منتخب مصر بالضغوط الجمهرية وبضغوط النادي الأهلي على سين بس سين ده مش حازم إمام نشوف رأي كابتن أحمد حسان ميدو في إمام عشور إيه ونرجع نعقب كن إحنا نقولك بصراحة إحنا عندنا مصيبة في نص الملعب أنا ده أسوأ نص ملعب شفته في طريق مصر بجد يعني أنا بتحصر بشوف مثلا إن في وقت من الوقت عندنا شوقي وحسام غالي وإحمد حسن طبعا إنت أمليهم كلهم في نص الملعب ورمزي لما كان بيلعب على الدائرة وحسني طبعا عبدالربو وكل الناس دي ودلوقتي بلاقي إن إحنا بنشحة تلعيب نص ملعب نمرة تمانية لو إمام عشور حصل له حاجة مش لقين حد إن هو إن هو يلعب فده برضو إحنا عندنا مشكلة في التأسيس بتعلعيبة غتن أحمد اللي كواه ده بعد أموة أفريكية بالمناسبة وقبل ما يحكي رواية محمود فتح الله تخيل بيقول على نص ملعب منتخب مصر ده أسوأ نص ملعب في تاريخ منتخب مصر والحقيقة قال لعيبة في وسط الملعب الحقيقة لعيبة فتاحة كابتن أحمد حسن كابتن حسن عبدالربو كابتن محمد شاوي تكلم عن نص ملعب قوي جدا بالفعل وده كان واضح من 2006 إلى 2010 وبنجحت لعيبة نص ملعب تاني بنجحت لعيبة نص ملعب وقال إحنا عندنا مصيبة في نص الملعب أنت لو شلت إمام عشور ما بتلاقيش لعب تقدر تشتغل به رقم 8 هل ده يليك بمنتخب مصر طب خليك بقى تسمع بقى فيديو ميدو الأولاني وفيديو ميدو التاني إيه بقى إيه ليه كان بتقال عليه فيكتوريا في الأولاني أصلا يعني وهو اسمه ريب فيكتوريا أنا ما فهمتش عادت عادة كذا مرة أسمع كذا مرة مش فيكتوريا كابتن ميدو مش فيكتوريا يعني مش فيكتوريا معرفش مش عارف فالحقيقة كانت ماشي خلينا في مرحلة فيكتوريا أنا دلوقتي في مرحلة إمام عشور باعتراف ميدو يابني فيكتوريا غير فيكتوريا ما هو اللي قال فيكتوريا فيكتوريا غير فيكتوريا ده واحد وده واحد ففيكتوريا مقتنع وده فيديو ده فيديو ففيديو فيكتوريا لا ده حقيقة ده كوميديا الحقيقة يعني لما أنا آجي قدريا 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 بتتكلم بشكل عفوي عن وسط الملعب فألاقي بقى وانا بتكلم بشكل عفو وانا فيش سيطرة بتكلم بشكل عفو فقول ده امام عشور لو شلتوا احنا في مصيبة فانت المفترض لو انت صدقت رواية الضغط على روي فيتوريا فتروح تشكر اللي ضغط على روي فيتوريا شكرا يا عم والله ده احنا كنا حرفيا بنشحت وسط ملعب لما جاء امام عشور كلام يا جماعة غير منطقي بالمرة وكلام غير عقلاني وغير موضوعي وكلام الحياة سخرية احنا عاديين في حالة من حالات السخرية الكرة لطر مصرية انا ما عندي مبرر غير ان اللي كان مقتنع وشايف امكانيات فنية والوحيد اللي في وسط ملعب مصر مهم ده روي فيتوريا اللي ميدو بيتكلم عليه انما اللي الضغط عليه ده روي فيتوريا فأكيد فعلا ميدو يعني التبرير الوحيد اللي بيقوله ده ان ده واحد وده واحد طيب تعالوا بقى نسمع يعني اللي هو اساس الرواية نفسها محمود فتح الله لانا عندي رد هنا يعني هيخلينا نقيم الامور في نصابها لما نسمع محمود فتح الله بيقول ايه عن وقعة استبعاد عبدالله السعيد وانضمام امام عشور نسمع ونرجع نعقب طرح على فكرة انا لو هنصحك انت مدرب كبير يعني مفعش انا هنصحك بس لو هنصحك عايز تنجح ما تسمعش سوشال ميديا ولا اعلام اللي في دماغك اعمله اللي انت شايفه وصح اعمله عشان لما تيجي تحاسد تحاسب على فطورتك يعني تحاسب على اللي انت عملتك فايس ماتش تونس خسرنا المعسكر اللي بعد ماتش تونس لعبنا ماتشين وديين امم اول ماتش زنبيا اعتقد يعني لو انا غلطان صحيح بعد زنبيا باربعة ايام الجزاير طب يعني ماتش الجزاير هو الماتش بتاعي هو الاساسي هلعب بتشكيل الاساسي لاعب زنبيا بتشكيل الاساسي ولعب جزاير بتشكيل الاساسي وده معناه ان هو اتضغط بعد اخسار التونس واسمع للناس والناس كتير هجمته فاتضغط فعمل حاجات مش مزبوطة بعد كده في البطولة اللي انا المعلومة انا عندي مليون في المية ان عبدالله سعيد مسلا كان في البطولة ماشي كان هو قبل الاختيارات بيوم قبل الاعلان بشكل رسمي عبدالله سعيد كان في اختياراته وعايز ياخده البطولة حاصل وتقال له انه لا يعني ما بلايش شكرا رح سيبه حد تاني فتقال له بلايش وكده فانت انا جايب مدرب اجنب على فكرة عشان ما يسمعش عشان يعمل اللي في دماغه ويعمل فكرة فلو هتيجي مدرب هيسمع للضغوط والاعلام وسوش الميديا معه ما جيبش بصوا يا جماعة خلينا بقى يعني نجيب الخلاصة في الموضوع ده رويف فيتوريا اللي بيقول لحد قبل البطولة بيوم كان عبدالله سعيد موجود رويف فيتوريا اصلا يوم 30 ديسمبر طلع في المؤتمر الصحف يتكلم عن عبدالله سعيد وقال ان عبدالله سعيد اردت ان انا منحه فرصة على مستوات جيد بانه هو يكون قدامه الباب انه موجود في القايمة المبدئية ولكن عند اختيار القايمة النهائية انا حرصت ان تكون العناصر الافضل واللي هتخدم مصلحة المنتخب وفقا للكفاءة الفنية هي دي اللي طبيعي تكون موجودة وان انا مدرب عمري مع خالف ضميري ومصلحتي الشخصية حتى في اختيار اللي عامي الناس اصلا بتتجاهل ان فيتوريا نفسه لما تسأل انت رجعت عبدالله سعيد من الاعتزال وضميته الراجل حب يا جماعة من الاخر كده يقول يعني انا جماعة عملت حاجة لفتة تكريمية يعني لاعب عنده مستوى يعني جيد في المصابقات المحلية فحبيت ان انا اديله امل ان انا شايفك ان انت لعب جيد وشايفك ان انت لعب كويس وحطتك في قيمة مبدئية كانت بتقرب من خمسين لاعب ولكن عند اختيار القيمة النهائية فيه لاعبة كتير جدا اكفأ منك وانا بشوف ان كان من الخطأ واللي خلى الناس تقول كده ان رجع فيتوريا حاول يعني ان هو يمنح عبدالله السعيد شكل من اشكال التكريم المعنوي بان هو حط اسمه دمي من القيمة المبدئية فتحول الموضوع وكبر الموضوع لدرجة ان عبدالله السعيد كان حيروح على حساب امام عشور وهذه الاطرحات يعني المضحقة والكوميدية واللي عايز اقوله اكتر فيه يا جماعة عبس فني بيتقال يعني ايه الراجل اصلا ما بيلعبش بمركز عشر اصلا رويف فيتوريا ما بيلعبش برقم عشر رويف فيتوريا اصلا عبدالله السعيد ما عداش معاه على قيمة المنتخف في اي معسكر عبدالله السعيد اخر مباراة لعبها مع المنتخب كانت في فبراير عشرية اتنين وعشرين انتو مستوعبين يعني ماضي صحيق يعني من ايام كده الزمن الجميل زمن المنتخب الجميل وزمن الفن الجميل عبدالله السعيد من كلاسيكيات المنتخب الحاجات بتاعت زمان دي الحلوة فالراجل اصلا يعني داخل على السنتين معداش على المنتخب فالراجل حب وحس انه لما يحط قيمة اسامة فيها العدد الكبير ده من اللعيبة ويبقى عبدالله السعيد حتى مش موجود فيها فهي للعب ليه سنه وليه خبرات فحط اسمه من ضمن اللاعبين فتحول الموضوع لمحاكمة رغم ان فيه تصريح مباشر للراجل انت ما تصدقش الراجل وصدق ان امام عشور اللي كان موجود في المعسكر الاخير واللي كان مسافر يلعب المباراة برة وبعد سبطه تم استبعاده ده كان هيقرخ خالص عشان يجي عبدالله السعيد اللي ملعبش من عشرين وعشرين مع المنتخب هتجي الناس بتقول حاجة مع عبدالله السعيد بيلعب رقم تمانية انا والله ازعلت للامانة واسمه بتكلم وانه حط عبدالله السعيد مع فتحي في جملة واحدة يعني احنا يا جماعة الموضوع صعب عبدالله السعيد لو هتتكلم عليه عشرة ممكن اتقبله راجل في سنه ده ممكن ينزل خمس دقائق عشر دقائق يعني هو بيلعب على الواقف يقلب المباراة اللي حاجة بتمريرة ببسط ممكن اتقبل ده انه مع عبدالله السعيد مع امام عشور بالورك ريت بتاعه مع حمدي فتحي والورك ريت بتاعه مع كوكا مع ايه هو المفترض ايه يا عمد انا حكوحلو والله حكوحلو من المقارنة يعني صعب جدا لا صعب جدا تمانية ايه اللي بنتكلم فيها احنا اختلقنا سيناريو وقلفنا حاجة وصلنا لمرحلة ان احنا بنتكلم عن عبدالله السعيد في السن ده عارف ليه في مركز تمانية في اختيوات الراجل حب يكرمه يا عمد لا لا عشان احنا المفترض نسأل سؤال تاني صح يلا بيه ده السؤال اللي المفترض يتسئل هو مين اللي ضغط على روي فيتوريا عشان يعيد عبدالله السعيد من الاعتزال الدولي انا دلوقتي كمدير فني للمنتخب مصر عندي لعب بيلعب تمانية وتلاتين تسعة وتلاتين سنة يعني لعب خبرة وكل حاجة ولكن انا جاي على قيمة المفترض ان انا حتى تصريحات روي فيتوريا النهاردة هو بيعقب بعض التعاقبات كده مع الاتحاد المصر للكرة القدم هي فكرة ان انا قسرت المباراة واحدة ورحلت وانا كنت المفترض بعمل فريق ومنتخب لالفين ستة وعشرين طب اللي بيعمل لالفين ستة وعشرين هيروح يرجع لعب من الاعتزال الدولي في سن يعني صعب جدا ان انت تعد لجيل جديد هو عبدالله السعيد ده سؤال مين بقى اللي ضغط على روي فيتوريا تعالى نعيد عبدالله السعيد للأضواء مرة تانية واسباب ان هو يرجع للأضواء مرة تانية خاصة وان حصل انتقال في يناير ما انا انا اسأل بقى السؤال ده ازاي انت رجعت دلوقتي عبدالله السعيد من اللاعب الدولي وحطته في القائمة المبدئية رقم واحد اللي ضغط ده هل هو شايف ان عبدالله السعيد بالنسبة لروي فيتوريا اهم من طرق حامد بالنسبة لروي فيتوريا مع عبدالله السعيد ما نضمش في اي معسكر مع روي فيتوريا طرق حامد الاخر معسكر اللي حصلت فيه الازمة كان مع روي فيتوريا طب ليه ما اتضغطش على طرق حامد وتاريخه معروف مع منتخب مصر ان يعني يسنيه عن فكرة اعتزال اللاعب الدولي مين بقى اللي بيدغط يا جماعة هنا لان الامور الفنية بتقول ان امام عشور ده يتحط في وسط الملعب وتكمل عليه عناصر المنتخب ده مش احنا اللي بنقول ده الصحف الاجنبية اللي بتقول المواقع العالمية اللي بتقول حتى نجوم المنتخبات اللي لابت قدامنا قالت يعني نجم كاف فردي لما طلع اتكلم قالك انا شغلني رقم تمانية في المنتخب بيتحدث عن امام عشور فالطبيعي ان احنا لما نسأل بقى الاسئلة في الاعلام وعايزين نروح لسك الضغط نروح للسؤال الصح مين ضغط على روي فيتوريا عشان عبدالله السعيد يعني يرجع من اعتزال اللاعب الدولي ويدخل القايمة المبدئية ليه ليه اصلا مش ليه امام عشور داخل المنتخب لان اللي يسأل يقول ليه امام عشور داخل المنتخب هو اللي مش متابع القرى اصلا ومش عارف هي شكلها ايه ولا قصتها ايه ده زكام ميدو وهو بيردد قصة الضغط على الاروي فيتوريا قالك ده امام عشور لوشان ممس ملعب منتخب مصر فيه مصيبة بتحصل طب مين بقى اللي بدأ القصة دي ومين اللي بدأ الحوار ده اللي بدأ تنقله البعض ما فيش غيره احنا رحنا الكابتن متحة شالبي في البداية هنروح لرفيقه في قصة امام عشور وهو مهيب عبدالهادي هو اللي اختلق قصة امام عشور مع مراسله عشان كده بقت القصة سهلة ما انا قلتلك ايه هم عايزين يصدقوا ده لان هم هدفهم زي ما فارس قال ميل بداية خالص القصة مش امام عشور هي فكرة انتقال لاعب من الزمالك للنادي الاعلي فيستشعر ان هو ارتق من حيث البطولات الانجازات المجد الشهرة كل شيء فاحنا عايزين نكسر دي وعايزين نحارب دي ما نفعيتش مع كهربة قال لك اصلوا ابن النادي الاعلي فلو نفعت مع امام عشور هيلاقوا اللي عنده زي ما كانوا قلقانين وهي دي القصة هي دي المشكلة تعال نسمع قصة امام عشور بدأت منين عشان عندنا تعقيم مهمة عبدالله السعيد كان موجود في اندمن القائمة الموجود قبل القائمة ان ايام تتعلم روي فيتوريا كان مستقر ان هو هياخد عبدالله السعيد على احساب احد اللاعبين اللي تواجدوا في قائمة المنتخب ولكن تم الضغط عليه واستبعد عبدالله السعيد في اللحظات الاخيرة وعبدالله السعيد كان هينزل بيان على حسابه الشخصي تويتر ويوضح فيه الحالة اللي حصلت ان فيتوريا تكلم معاه وقال له انت تبقى موجود معاه في القائمة النهائية ويرجعه من الاعتزال الدولي بعد ما اعلن اعتزاله الدولي ولكن عبدالله تفاجئ ان هو مش موجود في القائمة النهائية واستبعد في اللحظات الاخيرة على حساب احد اللاعبين وطم الضغط على فيتوريا لاستبعاد عبدالله السعيد وضم أحد اللاعبين اللي كانوا خارج الصورة الضغط من مين يا عبدالله مين اللي ضغط علي عبدالله أنا نفسي تسيبه الراجل يخلص خالص ده جملة مهمة يبقى أول حاجة ألهان كسام تاني حاجة ضغط على المدير الفني احنا ليلتنا النهاردة مطولة اهدوا على نفسه اكمل يا عبدالله ما تخليش حد يشتتك ما تقطعوش الراجل وتدخل أحد أعضاء اتحاد الكورة واتكلم مع عبدالله السعيد خلاص لم الموضوع يا عبدالله ان شاء الله نعوضها في المعسكرات اللي جاية انت رجعت من الاعتزال تبقى معنا في التصفيات اللي جاية للموهلة الكس العالم ولازم نلم ونقفل على اللعيب وعالمنتخب عشان ما يبانش ان انت بتصدر مشاكل وعبدالله لم الموضوع وتم الانتاء سفرت بقى تم الاعلان عن القايمة النهائية والبعثة سفرت كوتيفور من أول مباراة زي ما كنت بقول لكابتن مويب وحضراتكو كان في بعض اللعيبة متفقلة وبعض اللعيبة انا عايز بس اقولك ان اللعيب اللي مكانه هو امام عشور بتضحك ليه ما تقولها على طول النهاردة تقول كل حاجة عبر رحمان النهاردة تقول كل حاجة للناس ما تخبيش حاجة هتقول لي حاجة هترجمها لك امام عشور ما كانش رايح البطولة واللي كان رايح مكانه عبدالله السعيد ادي اول حاجة سلبية الضغط على المدير الفني وردخ المدير الفني الضغط على المدير الفني وردخ المدير الفني والحديث عن فكرة اللعب اللي تم استبداله بعبدالله السعيد فانت عاوز تدور على مين اسهل خلينا اقول لك انا بقى هو مهيب اللي دور على مين اسهل له انا اقول لك المعلومة مش انت قلت اللي عندك كمل خالص للاخر وانا اقول لك اسم اللعب طبعا هيكون اسم اللعب مين غير امام عشور هو انت منتظر يتقال ايه غير امام عشور يعني انت مستني ايه يتقال غير امام عشور لا انا هسيب محمود حمادة مع كامل احترام بقى وتأديري لي لكن هسيب محمود حمادة ويسيب كل الناس اللي كانت في وسط الملعب هسيب مهند لاشين اللي يعني رفض انه هيدخل حتى يشوت ركلة ترجيح ويسيب كل ده وهمسك في امام عشور اللي انا كنت بتسند عليه في المنتخب في بطولة ام افريقيا في نصف النهائي امام عشور اللي لما جاله ارتجاج كان هيكتب تقرير على نفسه عشان يلعب المباراة عشان يشارك في المباراة لكن الناس التانيين اللي حوالين المنتخب اللي ممكن يكون يعني قيمة ليهم وارضاء لذاتهم انهم يروحوا يعودوا الدكة في المنتخب لا انا مش هتكلم عنهم انا هتكلم عن لعب بقيمة امام عشور الفنية ديها القصة جماعة باختصار شديد في اختيار اسم امام عشور لا هو في حاجة بقى جانب تاني اسهل برضو من كل ده انا حاسس ان ياسر ابراهيم عماله يا جماعة انا ياسر انا معاكم يعني النادي الاهل ضغط عشان يمام عشور وعمل كل ده عشان يمام عشور يعني صدفة كده وقدر ربنا واحد تصف اجبتوني فجماعة يعني حتى الناس وياه بتتكلم الكلام المبتزل وانا بشوف ده نوعية من الكلام المبتزل للامانة وهو اصبح حال كتير جدا من الاعلام الرياضي اللي هو اضرب اي كلام ويبقى عندك فيتوريا بيتكلم وعندك جهاز المنتخب بيتكلم وعندك اعضاء فنيين بيتكلموا واحنا حنصدق الكسب اللي احنا بنقوله وحتى المصادر الرسمية حننفيها فده بقى موضوع موسيقى جدا ولكن يعني يا جماعة ياسر ابراهيم ده راجل تم اختيار لعبين اقل منه في مركزه وده رأي يعني حتى احنا كنا يعني بنتكلم بحرص كده وقت الاختيار وطبعا اتكلمنا عن ياسر بس ما حبناش نعلل من حد في المنتخب تم اختيار يا جماعة يعني لعب مع احترامي زي احمد سامي وضع في مقارنة مع ياسر ابراهيم انا بشوف واستبعاد ياسر ابراهيم لصالحه كان شيء مهين كرويا وانا بعنيها مش مهين لياسر مهين للحرص على مصلحة المنتخب ولكن الراجل ما حدش قدر يفرد عليه ياسر والنادي الاهلي فين من ياسر وكأن النادي الاهلي يعني انت حتفرد وتضغط امام عشور وياسر دا جماعة اللي هو يعني احنا النادي الاهلي مضحي بيه ما اللي هو يعني ما هو يا الاهلي بيضغط في لعبته وما بيضغطش في لعبته ولكن اصبح كل شيء هو مجال للروايات ومجال للنوعية من الناس اللي احنا قلنا دا عايزين يداري على الضغط اللي احنا عملناه من اجل استبعات فتوح وصبحي عايزين يداري على الضغط اللي احنا عملناه من اجل اعادة من اجل اعادة عبدالله السعيد من الاعتزال لعب الدولي للأسباب للانتقال في هناك راح فيه بتعمل مع ايه ان عبدالله السعيد طرح اسمه مع المنتخب مش هو اللي مجاملة ده استبعاده اللي مجاملة وانضمامه عشور مجاملة ده احنا جماعة عملين نحط في الناس ونصغلوهم كمية حاجات غير منطقية راجب ان لو طفل صغير ممكن يقول هو انتو كأعلام رياضي الناس اللي بتضرح الافكار دي انتو بتقولوا ايه واحد من ضمن اللي طول الوقت انت بتقول ايه هو يعني مش عايز اقول طيب الزكر هو رضا عبدالعال نسمع قال ايه لانه طبعا لازم يعني يلعب في الزراير معقولة حاجة تخص امام عشور وكله لقب في الزراير رضا عبدال مش هلعب في الزراير العب في الزراير عم رضا انا عمش يعني موضوع الكشف بالنسبة للمدير فني اجنابي او مصري حتى يعني انت مش شايف الكلام ده طب امام عشور ما كان انا ممكن اقولك ان هو يعني مش مفهمش اللعيب مفهمش امكنات مش عارف ينزل مين ما كان مين انا بقولك امام عشور ما كانش جاي ما كانش يسافر صح وانا معاك ايو والمصحف ما كان يسافر ايه ده ما كانش ده لو ما اخدوش ده تبقى مشكلة كبيرة والمصحف ما كان يسافر جيب الامر المباشر ازاي زي الناس امام احسن لعيب في الفترة يابا مليش دعوة سيبك من احسن لعيبه مكسر ما كانش يسافر عشان دخط نعطه يعني لا ولا كان هو اللي مش عايزه هو اللي ما كانش عايزه فيتوريا ما كانش عايزه فاتفرض عليه طب ماشي انت ماشيته صح طب انت عشان تبقى شكلك كويس لازم حسين الشاحات ينضم معاه سيبك من طريق حامد طريق حامد بطن معاه كان في موضوع حسين واخد بالك بس هو جاله بس الكشف بامام عشور ولما جيه بينه وبين عبدالله السعيد ضحه بعبدالله السعيد واخد بالك طب ما ضحه بمحمود حمال ضحه بالنين ضحه بمهند لاشين واخد بالك ضحه بحمد فاتحي اللي احنا محسناش به طول البطولة صح بقول لك جاله الكشف جاله الكشف كامل مكتوب في امام عشور انا صعبان علي امام عشور والله معشور عمال ولا جماعة حس الليلة اللي انا دخلت فيها ده اكبر من اللي انا عملته انا قررت اروح نادي هو اي لعب بلعب في مصر هو حلم لو انت قررت ما تحترفش في اوروبا في اكبر الاندية فانت لو ما بتلعبش في النادي لال يابني وبقى انت بتلعبش كورة فالراجل يعني كل اللي عملوا انه هو شاف انه ده المكان اللي يليق بموهبته انه هو يكون موجود فيه بيدفع التامن كشف جاي كامل بمام عشور لوحده مخطوط في الكشف يعني طبعا يا جماعة الكلام مضحك والكلام كلام عايز كشف وفيه حاجة مهمة كمان لا يا كامل ما عايز كشف طبعا نا ده الكشف ما تعملش من الزمان انما المضحك كمان حاجة هتبدأ بقى تلاقي شوف حملة تلميع عبدالله السعيد عبدالله السعيد ده اللي هو هو رضا عبدالعال كان من فترة بس بتكلم انه هو لعب ما بيتحركش وما بيجريش بالكورة من اهم اسباب مشاكل النادي الاهلي من النادي لالي ده راجل بوصل فاطم الاهلي قال النادي لالي مشكلته في البطولات وفي افريقيا وانه هياخد كذا عبدالله السعيد اتفرج دلوقتي وانت بتتكلم عن اسطورة عبدالله السعيد كل انواع المتح وفي قيمة عبدالله السعيد الفنية اللي الراجل هو بيعمل كل حاجة في النادي الاهلي ما كانش بتقال فيه الكلام ده وكان اكتشفنا فجأة ان عبدالله السعيد بقى اهم لعب في مصر وبقى اهم لعب في مصر في المركز ده لما خرج بس من النادي الاهلي وقى جوه النادي الاهلي كان لعب بطيء كان لعب النادي الآلي مش هاخد أفريقيا طول ما هو موجود كان لعب عنده مشكلة ده انت هتسمع في اللي جاي بقى ايه هتسمع يعني سرديات هتسمع برديات هتسمع حاجات كتيرة قوي جدا 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 حتى لو ما فيش حاجة تقدمت لكن في النهاية تعالوا بما اننا تكلمنا بالعقل والمنطق نجيب لكم بقى حد من المنتخب يا جماعة وحد احنا مختلفين معاه وهو مختلف معنا ومختلف مع ابناء النادي الآلي وطلق أعلى الاختلاف ده فاتعالوا نسمع ايمن عبدالعزيز اللي كان موجود في المنتخب وانا مقدرش اقول غير انه اللي كان موجود في المنتخب لان تصرحاته اللي قالها بتاعت العشرة في المية والمصاحة ما تخليش هديلو اي تايتل جوه القورة انا اقدر اقول اللي كان موجود في المنتخب كان شاهد واحد معاه قال ايه في قصة امام عشور نشوف فيديو ايمن عبدالعزيز ونرجع نعنق يعني عبدالله سعيد كان هيجي المنتخب وايه اللي حصل من اللي تدخل لغى عبدالله وحط امام عشور انا اللي بقولك اي حد يقولك خلي بالك انت عارفني ان لو في حاجة هقولها اني في حد تدخل والراجل خلي بالك الوحيد ولا حد يبدخل معاه في تشكيل ولا حد يبدخل معاه في اختيارات اختيارات كله هو بياخدها يعني هو بيقعد معنا قبل مثلا الاختيارات مثلا بشهر بحثت قايمة طويلة اللي هي الستين يعيب الموجودين عندنا فبنيجي قبل الاختيارات مثلا باسبوع بنقعد ثلاث مرات تقريبا يعني كل واحد بيقول اختياراته يعني بيقول الناس اللي هم اختارها اللي هم القايمة الكبيرة بيقعد نتناقش فيها كلها وكل واحد بيقول رأيه اخر يوم في المؤتمر تمام بيجي يقول لنا القايمة يعني قبل المؤتمر انت كايمن عب عزيز تفاجئت بضم امام عشور؟ لا خالص ما تفاجئت لا خالص كان متفق عليه اه طب كان موجوز في الاختيارات اللي كانت موجودة معنا يا اخي الدنيا دي قرى وصالة يعني اللفة طلعت من عند مهيب عبدالهادي لفت راحت لردى عبدالعال راحت لفتح الله راحت لميده ورجعت تاني اتحطت عند مهيب عبدالهادي اللي هو انت عم هو بيحاول انا اللي قال للمعلومة انا مهيب اللي امطلع المعلومة فلما جيب حد من الجهاز الفني يكدبني انا والله والله ما اقدر اعرف في الحالة دي اي مهنية غير ان انا اطلع اقول طب لحظة كابتن ايمن لان انا غلطت وقلت المعلومة دي فانا بعتذر عن هذه المعلومة ده احنا لو بنتكلم في اعلام مهني لو بنتكلم في اعلام موضوعي لكن الراجل خاد الكلام من شخص بينفي كلامه ورويته اللي لفت على الشاشات وعلى البرامج وعلى لسان المقربين مهاردة عبدالعال بيبقى ضيف في البرنامج وعادي جدا وروح البيت عادي وتناول حياته بشكل طبيعي جدا عشان بكرة هطلع حكاية تانية على النادي الاهلي وعلى العيبي النادي الاهلي ابسط ما كان فيها والله انا غلطت يا جماعة انا اسف لان انا لقلت الموضوع ده ده قصة عايزين انا اتكلم في الحتة دي برضو قبل ما نختم ان فيه حاجتين مهمين زي ما انت قلتوا لازم نسترس على النقطة دي ونأكد عليها واحد زي ايمان عبدالعزيز جاء في اللقاء قال احنا كذا مالكواب يتربصوا بينا احنا الاهلوية بيبقوا ضدنا هل كان يا اسامة ممكن يفوت فرصة يفوت فرصة ان هو يضرب دي حاجة تانية انا رجعت للوقت بطولة افريقيا بدأ في يناير قبل نص يناير روي فيتوريا طالع اراضة بنفسه في الموضوع يوم 30 ديسمبر في المؤتمر محمود فتحالة بيقولك كان موجود لحد قبل بطولة افريقيا بيوم ايه ده؟ الرواية خلصت لكن الاهم من كل ده واحنا بنتكلم عن رواية امام عشور امام عشور في وقت من الاوقات كان خرج عن النص وبتالي كان اعلام النادي الاهل بيطالب بمعاقبته وحدث العقاب ثم تم تقويم امام عشور بشكل واضح جدا فاشهد نبيه وفنادي الزمالك في سلوكياته في مورات القمة انا اتمنى من السادة المسئولين في اتحاد كرة القدم يبصوا على احتفالات لعبي نادي الزمالك موليد 2005 وهطالب مجلس ادارة نادي الزمالك وتحديدا المحترم الاستاذ هاني شكري اللي كان بيتحدث عن فكرة القضوة اللي بنقدمها الابناء نادي الزمالك اعتقد انت الان امام تصريح انت قلته السابق قبل كده عن فكرة القضوة ومحتاج تقدم موقف يدل على ان نادي الزمالك بيحافظ على الناش لان كان صعب جدا لما يبقى اطفال عندهم 15 سنة يطلعوا بألفاظ ضد النادي الاهلي ودي كرة ودي رياضة منتظرين هنشوف الكثرة هيحصل فيها ايه؟ وكابتن اسامة حسن دي ناس تولدت في قطاع الناشئين يا اسامة واللي بيحصل ده نتاج ان ما كانش فيه وقفة مع كلام كتير جده يتالى عن دي لالي وناشت اتساب لي ده والموضوع اختر مكرة بكتير يا اسامة وانا عشان كده بطالب الاستاذ هاني شكري لانه وطلع في احد البرامج واكتحديدا مع اميرو وقال يهمنا اننا نقدم قدوة لأطفال وناشئة نادي الزمالك طليق بنادي الزمالك انت الان امام مسئولية هذا التصريح واحنا مش نطلب قصوة لان في النهاية هم اطفال هم ضحية وضحية تصريحات من ناس كانوا موجودين على الشات بيتم يعني الاشادة بيهم من قبل جماهير نادي الزمالك نتمنى ان يتم تقويمهم وان شاء الله يكونوا لعابين كبار في منتخب مصر في المستقبل نشوفكم على خير والاهل دائما منتصرا الاهل فوق الجميع